اشتركوا في القناة حلقة النهاردة او النهاردة من ملعب الاهلي شعارها عزيز الرياضي اثناء الموسم مش هتسمع صوتنا لكن بعد الموسم مش هتشوف غيرنا عزيز الرياضي اثناء الموسم مش هتسمع صوتنا لكن بعد الموسم مش هتشوف غيرنا حلقة النهاردة مهمة جدا 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 هنتكلم فيها عن نفسنا هنتكلم فيها عن سوابتنا هنتكلم فيها عن ماضينا هنتكلم فيها عن تاريخنا هنتكلم بالأرقام وإذا كان الأرقام أو إذا كانت الأرقام بتزعى الناس كتير فهي بالتأكيد بتفرحنا لحنا بنهين حد ولا بنيتجاوز في حقوق حد ولا نقدر نعمل كده ولا نقدر نعمل حاجة قريبة حتى من المعنى اللي ممكن يوصل للغير لكن كل حاجة بيبقى لها أسباب الصوت لما يعلم والضغيج لما يبقى موجود في كل حتة وقلب الحقائق وتزييف الأمور يعني الوصول لحاجة معينة أن البطل الحقيقي اللي موجود على الساحة العربية أو المحلية أو الإفريقية بطل من ورق أعتقد أن ده يعني مش في الصالح العام حتى ولا في الصالح يعني الرياضي بشكل كامل أو بشكل عام عشان كده يعني ما هنتكلم من شوية يعني ما لقيتش أحسن من الجملة اللي قلتها في بداية الحلقة عزيزي الرياضي أثناء الموسم مش هتسمع صوتنا لكن بعد الموسم بيخلص مش هتشوف غيرنا على منصات التتويج ليه بقول كده؟ لأن كتير جدا يمكن في العشرين سنة اللي فاتوا قبل كده قلت في الستينات في السبعينات في التمانينات كانت الأمور بسيطة جدا وعادية جدا وكان كل واحد من حقه أن يقول رأيه أو يعبر عن وجهة نظره أو يقول اللجوه ما فيش مشكلة بيحترام متبادل بشكل كبير جدا ما بين كل أطراف المنظومة لكن في العشرين سنة اللي فاتوا في الخمسة عشر سنة اللي فاتوا بدأ الموضوع أنت مش قادر تجاريني في الملعب أو مش قادر تجاريني كأرقاب لا أنا هشكك فيك الصوت هيعلى وتنرفزة تشتغل والدنيا تبقى مش عارفة ماشية إزاي مع أن أقوى الناس هم اللي صلحهم العقل مش صلحهم الصوت أقوى الناس اللي صلحهم العقل والتفكير والتنفيذ بالتأكيد مش الصوت أكيد عشان كده ما لقيتش غير أن أنا أقول في يوم زي ده أن مش هتلاقي صوتنا أبدا في أثناء الموسم لكن بعد الموسم مش هتلاقي غيرنا على منصات التضويقات التتويق الظروف الصعبة والظروف اللي إراضية واللي هي بتبقى بتعمل حاجات سلبية ما بيجيش أبدا في صالح الأقوى ما بيجيش أبدا في صالح الأميز ما بيجيش أبدا في صالح المستعد والمحضر واللي عنده كل العناصر الكويسة دايماً الظروف الصعبة تيجي في صالح المنافس أو الأقل شوية في القدرات والإمكانيات عشان كده هتلاقي من سنة 93 لما بدأت تبقى فيه تكنولوجيا وفيه صوت وفيه استوديوهات تحلية وفيه صورة وفيه كاميرات وفيه تعليقات وفيه إعلام منتشر وفيه حاجات كتير جداً كويسة بدأ الأهلي يسيطر على كل البطولات سواء كانت المحلية أو البطولات الإفريقية ليه؟ لأن الغلط بقى يعني خلاص منظور بشكل كبير جداً من كل الناس اللي كان بيحصل قبليه مش يحصل دلوقتي لو مثلاً يعني من 93 لسنة 2000 سبع بطولات متكررة أو متتالية للنادي الأهلي محلياً ومن 2005 حدث ولا حرج إفريقياً على المستوى الإفريقي فإذن التكنولوجيا كل ما هتنتشر هينتشر معاها بريق ولا معان وإسمه ومكانة وحجم والنادي الأهلي فعشان كده بنقول لو الفار اللي الناس كلها بتتكلم عليه الفار اللي الناس كلها بتشيد بيه لو طبق في مصر صدقوني ده هيبقى في مصلحة النادي الأهلي وممكن تلاقي حتى الترتيب يختلف ويتغير وليه لأ؟ وليه لأ؟ وهو كل حاجة بالنسبة لك هتبقى لصالحك لأن أنت الأقوى لو كان فيه اختلاف في لعبة ولا تنين لكن أنت الأقوى لكن المشكلة لو كان بيبقى نادي مثلا أنا ما بسميش حد معين أنا بكلم بالمثال بتبقى الميزة عنده في لعبة في لقطة في مشهد لكن لما يكون كل قدراتك أنت في التسعين دي أنت المسيطر وأنت المستحوز وأنت اللي بتحاول تجيب فرص وأنت اللي بتخلق فرص وأنت اللي بتسجل أهداف فبالتأكيد ده هيبقى لصالحك الفار هو في مصلحة النادي الأهلي وهنروح بعيد ليه؟ لو فطبقنا الفار السنة اللي فاتت مثلا بالتأكيد بطل الدوري لو غيرنا أو استخدمنا الفار السنة اللي فاتت بالتأكيد بطل الدوري ما كانش هيتغير لكن ممكن بطولة الكاس كانت تتغير لو فيها استخدام للفار الفار في دور السنة اللي فاتت مثلا لا يمكن بطل الدوري يختلف على اثنين في السنة اللي فاتت في كمية المباراة اللي لعبها الأهلي وكمية الإنجازات والأرقام اللي حققها الأهلي فالفار ما بيجيش في صالح الأقوى أبداً أو آسم ما بيجيش في صالح الأضعف بيجي في صالح الأقوى وديتكم سهل لو تم تطبيق الفار السنة الفاتت كان الأهل لي مش هيتغير بطل الدولي مش هيتغير لكن كان فيه مشاكل في نهائي الكاس الفار حاجة كويسة جداً وياريت كل الناس طبقها ده نهعمل كمان سؤال تخيولي لو الفار ده كان من سنين فاتت اتعاملت على السنين والبنى أدمين الأشخاص يعني أو حتى بعض القرارات كانت أمور كتيرة هيتغير عشان كده لما تيجي تتكلم مع حد يقولك الأهل ده منظومة الأهل ده أدارة الأهل ده سلوك الأهل ده قيم الأهل ده كمبادئ وبعدين تقول له احنا على الهوى يقولك الأهل بيكسب الحكام أحنا تقول يعني من دقتين تلاتة بيكلمك ويمجد في الأهل لكن أول ما بتطلع على الهوى الدنيا بتبقى صعبة شوية عشان كده برضو بقول عنوان حلقتنا النهاردة خدوها كل الأهلوية عزيزي الرياضي أثناء الموسم مش هتسمع صوتنا لكن بعد الموسم ما يخلص مش هتشوف غيرنا أثناء الموسم عزيزي الرياضي أثناء الموسم مش هتسمع صوتنا لكن بعد الموسم ما يخلص مش هتشوف غيرنا لما جيت أعمل إحصائية رقمية وأنا بقول ده بقول ده لنفسي بقول ده لكل جمهير النادي الأهلي لما تيجي تعمل هتلاقي ان انت على مدار من سنة 48 لحد دلوقتي كل 10 سنين لو عملت على كل رص مثلا 10 سنين بداية 10 سنين ونهاية 10 سنين من 48 ل58 او خلتها من 50 يعني اكد 48 49 49 و50 دي ما تلعبتش مثلا يعني من 50 ل60 من 60 ل70 من 70 ل80 من 80 ل90 من 90 ل100 من 2000 آسف للتسعينات لل2000 ومن 2000 ل2010 وهكذا واحنا لسه دلوقتي من 2010 ل2020 تلاقي الاهلي بيخسر مثلا يعني موسمين 3 من 10 اقرب فرقة اقرب فرقة حققت يعني انجاز بعد النادي الاهلي النادي الاهلي حقق الدوري 9 مرات متتالية من 48 او اكتر من كده بشوية لموسم 59 60 لحد ما قدر الزمالك انه هو يخطف اللقب بعد سيطرة كاملة من الاهلي لي 9 مرات متتالية الاهلي هي الفرقة الوحيدة في مصر اللي خددت الدوري 9 مرات متتالية 8 مرات متتالية 7 مرات متتالية 4 مرات متتالية 3 مرات متتالية اقرب فرقة عشان تعرف عظمة ومكانة النادي الاهلي اقرب فرقة ادرت انها تعمل يعني قريب من الانجاز ده كان اقصاها موسمين وتحديدا طبعا نادي الزمالك عمل موسمين سنة 63-64 و64-65 ده بطولة الدوري وبعدين غاب عن المشهد دوت يعني كبطولتين واربعد دوري خد الدوري مرة تانية سنة 91-92 و92-93 ثم السنائية المتتالية في الدوري كانت موسم 2002-2003 و2003-2004 الآهل يا سادة يعني هو ملك البطولات مفيش كلام لكن دايما بيبدأ من حيث انتهى يعني الآهل كل ما بيوصل لحاجة بيبدأ تاني من جديد عشان يستعد لللي بعدها سواء كان على النطاق المحلي أو النطاق الإفريقي ناس كتير جدا جدا بتتكلم في موضوعات ليس لها أي أساس من الصحة إطلاقا خالص إحنا لو ما وصلناش قلبك لما قدرناش لو ما قدرناش نوصل لقلبك يا حب عايزين نوصل باحترام عايزين نبقى جوه قلبك محترمين تحترمنا وتقدرنا ويكون الاحترام متبادل ما بيننا وما بينك لو ما فيش حب يبقى فيه احترام حتى على يعني أدي الظروف أو أصعب الظروف أو أصعب الأحاسيس برضو بقول الكلام ده ليه؟ هو تمجيدا فيها تمجيدا في الندية تمجيدا في تاريخي الأهل يا راجل حتى لما جاه يختار علم أو يختار تشيرته فانلته اختار التشيرت الأحمر عشان علم مصر الأهل أنشئ 1907 وكان فكرته فكرة وطنية بحتة بحتة يعني مش وقتها أن احنا نتكلم فيها لأنه اتقالك كتير جدا وقتلت بحسا لكن في 1911 كان التشيرت الأحمر هو علم مصر في الوقت ده وكتير من الناس ما يعرفشين لحد سنة 1923 كان علم مصر أحمر زي ما انتوا شايفينه كده علم مصر أحمر لحد 1919 صورة 19 بدأت الناس تنزل في الصورة بعلم أخضر وتغير العلم كله ما عرفش الناس عارفة ولا لا من 1923 من 1923 لحد سنة 1952 لحد صورة 1952 كان علم مصر هو الأخضر وهتلاقي فيه فرق يعني لابس أخضر الله أعلم معلومة صحة ولا لا لكن استنتاج مني لبست أخضر عشان كان علم مصر من 1923 ل1952 كان علم أخضر وبعد كده بعد صورة 1952 كان علم مصر اللي هو الأحمر والأبيض والأسود فأنت لما جيت اخترت فنلتك اخترتها بعلم بلدك ليه الأحمر؟ ليه الأحمر؟ لأنه كان علم بلدك بنعتزب نفسنا جدا جدا ولينا معتقدتنا؟ لينا معتقدتنا؟ يعني مثلا على سبيل المثال مثلا يعني لو جدك الرابع أنا اسمي مثلا سيد محمد محمد عبد الحفيز عبد الحفيز ده اللي هو جدي مات سنة عشرين إن شاء الله لما نتقابل في الجنة بإذن الله لو لنا نصيب إن شاء الرحمن يا رب يكتب لنا الجنة يا رب هو ميت وعارف إن النادي الأهلي اسمه النادي الأهلي لا تغير اسمه ولا تغير مكانه ولا تغير لون فنلته فدي أصول بنعتز بيها ما تزعلش وما مندايقش حد فيه وبنطلع هنا في قناتنا دي نقول كده ما منقولش حاجة تانية يعني بنقول تاريخ النادي بتاعنا بنقول النادي بتاعنا تاريخه كذا ما مندايقش حد بنتدايق في الوقت الحالي لما حدي بيجيب سريتنا عمال على بطال بالخير وبالشر يعني بيجيب سريتنا في أي حاجة لكن برضو هرجع وأقول لك عنوان حلقة النهاردة خدها يعني الدستور في حياتك أثناء الموسم مش هتسمع صوتنا بعد الموسم مش هتشوف غيرنا بتشتغل وبتحضر وبتجهز بتختار العيبة وبتشتري العيبة وحتى لما بنشتري العيبة بيقولوا فضل أندية ولما أي حد بشتري العيبة يقولك عمل فرقة جبارة واشترى بكل فلوس وعمل فرقة هيلة وبنا يعني اللي احنا بنعمله بيبقى غلط ولما أنت تيجي تعمله بيبقى مجد الموضوع بسيط جدا مقاومات الإدارة في علم الإدارة في علم الإدارة ممكن أخذ خطوات وبعديها أخذ قرار وإنت تاخد نفس الخطوات وتاخد قرار أنا قراري يبقى صح وقرارك أنت غلط أنت خدت نفس الخطوات صحيح لكن الاختيار كان الأهم اختيار من يشاورك القرار أو من يساعدك على اتخاذ القرار من الإمكانيات والقدرات والأسماء والخبرات والشخصيات وعدم التطلعات الموضوع هادي جدا وبسيط جدا لكن يبقى دايما دايما اسم كبير جدا جدا مش هتقدر تهزه ولا تقدر تحركه وبقول لكل الناس وبشكر كل الصفحات الأهلوية وكل الصفحات اللي حتى بتتكلم بالمنطق والعقل حتى لو ما كانتش أهلوية اللي دايما بتحكم صوت العقل دايما بتحكم صوت العقل يعني تيجي تقول مثلا يعني 93-94 مثلا يعني زي ما قلت من شوية كده يقول لك بالحكام فضوا الأندية في 2000 فضوا الأندية خدوا كل الأندية ولو حد خد بطولة تانية يقول لك عمل فرقة كويسة جدا واشترى اللعب هيلة واشترى وعمل سيستم مخترم هادي مقاومات المكسر مقاومات النجاح ساعات بتجي لي أفكار كده ساعات ممكن أكون محق فيها ممكن ماكونش محق فيها لكن بتجي لي اللون الأحمر ومدى عظمته وخصوصا في الفرق الرياضية ربط غريب وعجيب وكأنه حقيقة كونية عجيب ما بين أبطال العالم كل البطولات وكل الإنجازات اللي موجودة في ألمانيا هتلاقيها مع باير مونيخ صاحب التشيرت الأحمر ليفربول برشلونة 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 يمكن في آخر 14-15 سنة ما كانتش أعظم في البطولات وأكتر في البطولات من ريال مدريد لكن الكفة لازم تتعدل برشلونة سابق ريال مدريد في ريال مدريد بإجمال البطولات ببطولة في الوقت الحالي سابق ريال مدريد ببطولة برشلونة هتبص على الدور البرتغالي مثلا هتلاقي بين فيكا الدور البرتغالي بين فيكا أحمر آيكس هولندا أحمر معظم دوريات العالم يمكن في إيطاليا اللي يفونتس بيلبس أبيض في سود لكن معاه فرقة كبيرة جدا 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 إسيميلان أحمر أربط عجيب جدا اللون ده عجيب ما ممكن تلاقي ناس لابسة أحمر ومش متصدرة لمشهد لكن معظم الدوريات الأوروبية الكبيرة معظم الدوريات الأوروبية الكبيرة هتلاقي كده لون عجيب لون غريب جدا يخطف العين يخطف القلب الانتماء رهيب جدا ليفربول يعني رغم بعض عن الساحة لكن عنده جمهور رائع وبنبرك لمحمد صلاح النهاردة كمان يعني أحرز هدف المكسب فخر مصر وفخر العرب فعلا فعلا لون بيجري في العروق لون حبه عجيب غريب لون مرعب مرعب لون منطقي جدا لما بيحصل له انتكاسة ولا انكسارة ما بيجيش أي مررات صوته ما بيعلاش بيشتغل بيقفل على نفس قطه او مكتبه او نادي ويبدأ يشتغل عجيب بكرا ان شاء الرحمن هتكلمكم كمان في قرارات الاهل التاريخية اللي ممكن سواء كان على نطاق نطاق المراكز او المناصب يعني والليه ده هندهها كتير جدا لكن نجحت في الاهل وما نجحتش في غير الاهل نجحت في الاهل وما نجحتش برا الاهل من الحاجات اللي مستفزة جدا جدا ولما تيجي تحسبها بالمنطق والعقل وحكم عقلك حكم عقلك وعنيك عشان كده قلت لك حلقة النهاردة هي ممكن ما تسمعش صوتنا اثناء السنة او اثناء الدوري او اثناء الموسم مش هتسمع صوتنا اثناء الموسم لكن مش هتشوف غيرنا بعد الموسم مش هتشوف اللحنة من الحاجات العجيبة جدا يقول لك الاهلي مش الشعبية الاولى في الخليج ليه عم؟ ليه مش الشعبية الاولى؟ هو كده طب لما نروح نلعب صوبر بيني وبينك تبقى مدرجاتي مقفولة ونص مدرجاتك احنا ومش الشعبية الاولى لما يبتوها الخليج نفسهم هم على رأسنا من فوق يجيوا يعملوا تكريم او اعتزال لحد يبقى سعر بتاع الاهلي او قناة الاهلي او اسف النادي الاهلي عشان يجي يحيي التكريم ده ويعملوا روح واسرار او شكل ولون يبقى سعرك ربعمائة خمسمائة الف اللار وسعر غيرك أربعين خمسين الف اللار لو احنا مش الشعبية الاولى في الخليج ليه فيه سبعة وعشرين نادي باسم الاهلي اهلي جدة واهلي دبي والاهلي اليمني والاهلي السعودي والاهلي السعودي اللي هو اهلي جدة واهلي بني غازي واهلي واهلي ترابلوس كل البلاد العربية اللي موجودة في الخليج كلها اهلي سبعة وعشرين اهلي سبعة وعشرين اهلي موجودين في نطاق الخليج كله وقولك احنا مش الشعبية الاولى مش احنا الشعبية الاولى مفيش نادي تاني في مصر موجود في الخليج باسمه مجرب مفيش مفيش في حين ان انت عندك سبعة وعشرين نادي باسم الاهلي وكلهم تم إنشاءهم بعد الأهلي وكلهم حباً في الأهلي كلهم حباً في الأهلي ولما تيجي على أرض الواقع زي ما قلت لك نروح نلعب بطولة زي السوبر مثلاً في الأمارات ولا حاجة يبقى المدرجات كلها مليانة ونص المدرجات المنافس موجودة أهلي وإحنا مش الشعبية الأولى لما تيجي تعمل تكريم أو حد هما من عندهم من الخليج يعمل تكريم يبقى الأهلي رقم واحد ب300 ب400 ب500 ألف دار وغيرك بتلاتين واربعين وخمسين ألف دار وإحنا مش الشعبية الأولى تلاقي ناس بتتنرفس جداً بتتعصب جداً بتتعصب نادي نادي عمل حاجات كتير قوي عمل حاجات محلية عمل حاجات قرية عمل حاجات على المستوى الدولي ومع ذلك برضو تشكيك 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 دايماً يا جماعة هي مش مننا على حد احنا بنصر التاريخ وبعدين الناس تقولك لا ما تتكلمش بالشكل ده طب نقول ايه يعني نقول ايه نقول لا احنا ما خدناش مسلاً 9 سنين و4 دوري نقول ما خدناش 8 سنين و4 دوري نقول ما خدناش 7 سنين و4 دوري نقول نقول ما خدناش 4 سنين و4 دوري نقول ايه يعني نجدب عشان نرضيك ناخد من تاريخنا عشان نرضيك عشان انت تبقى مسود يعني نقول ايه نقول بطولاتنا وانجازاتنا وحياتنا كلها هلاء عادي نبدأ من جديد نمح اللي فات وكأنه لم يكن اللي فات نقول إيه يعني طب نقول إيه بس الأرقام اللي قدامكو دي نودها فين نودها فين ما عندناش مشكلة في النقد على فكرة وما منزعلش منه خلص نزعلش من النقد خلص معكس ومن نتعصبش من النقد ولا بنطلع مثلا حد معين نقعد نتكلم عليه بشكل لقد الله فيه إساءة ولا حاجة لكن احنا بنسر التاريخي بنقول إنجازاتنا الفرحة دي الفرحة دي الفرحة اللي قدامكو أفراقيا تاخدها من مصر تاخدها من تونس تاخدها من تونس مرة تانية تاخدها من جنوب أفراقيا تاخدها من أي حتة في العالم تاخدها في الإمارات مش فرقة مش فرقة أنت تشرتك أحمر دمك أحمر بتلعب على البطولة بتلعب على البطولة رغم مثلا ممكن تبقى الجوائز كبيرة الجوائز قليلة الجوائز الجوائز سلسل 2017 قرارك قرار كابتن صالح سلين الله يرحمه نحن بنشاركش في البطولة الإفراقية من 1995 لسنة 2000 أو من قبل كده بتشوية احضر انه نادم انه هو ياخد بطولات إفراقية ليه؟ كانت البطولة الإفراقية بمسماها اللي هو دور أبطال الدوري ودور أبطال الكؤوس كان بيأخذوا فرقة واحدة بس خلي بالكم مش بتمنى على حد أنت بتقول تاريخ لو إحنا مشاركين اللي خد البطولة سنة أربعة وتسعين أو ستة وتسعين ما كانش خدها لأن إحنا كنا هنشارك فيها بتاخد اتنين من مصر أو بتاخد صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني إحنا السبب في ده أرقامك هما بيختاروا على حسب البلد بس على حسب البلد المصنفة على المستوى المنتخبات ومستوى الأندية خلي بالكم من دي مهمة جدا خلي بالكم خلي بالكم فبطل الدوري بس اللي كان بيشترك أو بيشترك وبطل الكاس هو اللي كان بيشترك وبعد كده الاتحاد الأفريقي لو خدت البطولة يخيارك تكمل في البطولة اللي انت خدتها لو انت خدت البطولة مرة تانية سنة اللي بعدها فالأهلي لما خد قرارك بتنصلح ان ما يشاركش في البطولات الأفريقية تمام صاحب المركز التالي شارك مكانك خد بطولة أفريقيا ستة وتسعين أربعة وتسعين وستة وتسعين لو تتذكروا وانت كنت انت المفروض تخش لان انت صاحب بطل الدوري بس كان فيه قرار اتنين بيخشوا من أفريقيا الأهل اللي هو أفضل يفده أرقاموا لحقاها من 2005 لحد دلوقتي وبرجع أرجع أقول لكم في ناس تقول لك لا ده عشان خاطر البلد طبعا انت على حسب المنتخبات وعلى حسب الأندية عشان كده هتلاقوا مثلا يعني المغرب دلوقتي بيخش منها فرقتين في دروي الأبطال ليه؟ لأن الوداد السنة اللي قبل اللي فاتت كان في مركز كويس في دور المجموعات والسنة اللي فاتت كان في واخد البطولة فطبيعي السنة اللي بعدها يخش في رئيتين على طول على طول تونس نفس الكلام الترجي بإمكانياته وقدراته اللي كان واخدها في العشر سنين اللي فاته ووصوله لدور التمانية ودور قبل النهائي وبطولة 2011 تقريبا يعني لم تخلت ذاكرة هو اللي خدها الترجي فبالتالي فبالتالي يخش في رئيتين من تونس هادين جدا في طرحنا للموضوع مش متعصبين خالص اطلاقا يعني ومش متوترين ولا متنشنين ولا اي حاجة بالعكس احنا في حوار ما بيننا وما بين الناس وزي ما قلتلك لو ما قدرناش نخش قلبك ما خش قلبك باحترام لو ما حبتناش احترمنا وبنتكلم بمنتهى الهدوء على الآخر لكن العصبية قوعة تفتكر انها هتجيب حاجة الضربة القضية تبقى في الملعب لا هي في الاستوداءات التحلية ولا في المدخلات التلفونية الضربة القضية بتبقى في الملعب لا هي في استوديو ولا هي في المدخلة ابدا اللي بيرفعنا بطولاتنا لا اصواتنا ولا زعينا ولا كلامنا ولا سبنا لحد ولا حد بنتكلم في تجاوز في حق احد ابدا لا سمح الله ابدا ابدا بس بكرا ان شاء الرحمن هجيبلكم من سنة تمانية واربعين لحد دلوقتي وهو التاريخ مش هيتغير واللي يقرى تاريخ يعرف كويس قوي ايه اللي حصل مبارح عشان يستعد البكرا هقول لكم في كل راس عشر سنين كده من سنة خمسين لستين ومن ستين لسبعين ومن سبعين لتبانين ومن تمانين لتسعين ومن تسعين لألفين ومن ألفين لألفين وعشرة الاهلي مش بياخد كم بطولة بيخسر كم بطولة لكن على السريع كده لانا لسا محضرتهاش على السريع كده المنافس الوحيد اللي قرب يعني من المبارياتين او بطولتين واربعض كان نادي الزمالك يعني سنة تلاتة وستين تلاتة وستين واربعة وستين واربعة وستين خمسة وستين دورين واربعة وبعد كده واحد وتسعين اتنين وتسعين واثنين وتسعين تلاتة وتسعين وبعد كده ألفين واثنين ألفين وتلاتة وألفين وتلاتة ألفين واربعة لكن رقم الأهلي البعيد ده قوي الناس كلها لازم توصلوا هي رفعة يعني يعني يعنيها الفوق هيبقى صعب هيبقى صعب كان كلام بسيط ودردشة معاكم من غير أي حاجة خالص حاجات بنعتز بيها ومصرين إن احنا نطرحها كل شوية ما تاخدهاش على نفسك ما تاخدهاش عليك لأن هي حقاية أنا مش بزيف ولا هاجف يقوم أقول بطولة كذا تشكك فيها في كذا في كذا في كذا وكان كحاكم كذا ومحمد فروق كذا لا لا سمح الله لا يمكن تقول كده ننفعش ننفعش تقول كده مش هتشكك في بطولة حد أبدا إسماعيلي خد من نادي الأهلي بطولة الدوري مثلا في التسعينات وخدها كمان مرة في ألفين بطولة أفريقيا خد أول نادي خد بطولة أفريقيا وفي المباراة الفصلة الشهيرة جدا اللي خدها نادي الإسماعيلي اللي كانت في المحلة 2-0 في المحلة وحتى موسم 2001-2001 برضو أو 2001-2002 الإسماعيلي برضو خدها عن جدارة واستحقاق وفرقة كويسة وكان معهم كابتن محسن صلح وعملوا فرقة مقشو كويس أوي 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 قدامنا هنا في السابق قارة أربعة أربعة وكان من أحسن المقشوات اللي موجودة في تاريخ الكرة المصرية وألف مبروك الإسماعيلي تقدرش تغير تاريخ واتقدرش تزايفهم أبدا وعلى فكرة من عظمة الأهل من عظمة الأهل إن 99 أو 98 من بطولات مصر كدوري هتلاقيه لو ما خدش البطولة المنافس الأساسي في البطولة لكن إنت ممكن تلاقي حد مثلا في الترتيب السادس حد في الترتيب الرابع حد في الترتيب التالت مرة يبقى التاني مرة تبقى التالت مرة أبدا الخامس مرة الإسماعيلي تاني أمبي مرة خد تاني ناتزة مالك المصري بيحاول لكن كل البطولات يتلاقي الإسماعيلي مثلا خد بطولات الدوري من الأهل خد حتى كاس مصر في التسعين ستة وسبعة وتسعين من الأهل ناتزة مالك لما يبقى يخدوا البطولة المنافس الأهل وهكذا ودي من عظمة الأهل حتى البطولات الأوليالة اللي اخسرها كان بينافس لحد آخر ثانية ممكن موسم أو اتنين طلع النادي الأهل كان مخصوصا في بداية التسعينات نهى رابع ولا حاجة مش فاكر بالظبط نهى رابع لكن ده تاريخ ما تزعلش مني وما تضيقكش لا تزعل منه ولا يضيقك وبكرة لكل الأهلوية انت ممكن تقرأها على الانترنت أو ممكن تقرأها في المواقع لكن لما تتعرض قدامك تعرف يعني إيه الأهل حتى لو فيهم تقصارة في يعني اهتزاز مستوى في أي وقت من الوقود أو الأوقات أسف أو أي وقت من الأوقات أو أي عصر من العصور هتلاقي برضو تشتغل وتقفل على نفسك بابك وتشتري العيبة تشتري العيبة اللي انت كنت مسمينهم زمان أن انت بتفضل الأمدية دلوقتي بقى تدعيم يعني زمان كانت بتفضل الأمدية دلوقتي تدعيم مش مشكلة اللي يقول لك إحنا أنت رقم تاني صاحب الشعبيات تانية في الخليج قوله يعني الله يكرمك الديني بالعقل والمنطق أنت لو قابلت حد وقالك أنا مش أهلاوي ولا حاجة ده مش مقياس على البلد دايما في التسويق أو الحاجات اللي هي خاصة بالأمور التسويقية لا علاقة بالإعلانات واللي بيتفع فلوس بيروح للحاجة اللي هيبقى لها مردود الأهل سعره في الخليج أو في الدول اللي ممكن يبقى فيها تكريم أو اعتزال تلتمية ربعمية خمسمية ألف اللار في حين أن غيرك ممكن يبقى تلاتين أو اربعين أو خمسين أو ستين ألف اللار قرق كبير جدا شعرنا النهاردة في الحلقة دي في الحلقة دي أثناء الموسم مش هتسمع صوتنا لكن بعد الموسم مش هتشوف غيرنا ده كان كلامنا النهاردة في البداية اعتزوا جنديكو افرحوا بإنجازات وقدراته وخلوا عندك صجف كل ناس في المنظومة في النادي الأهلي بكرة كمان هقولكو زي ما قلت يعني اتفقنا كده من بداية الدور الحدي دلوقتي وهقولكو القرارات اللي خدها الأهلي ونجح فيها واللي قلده غيره ما نجحش فيها خالص وإيه السبب حتى المناصب اللي ابتدعها الأهلي واللي عملها الأهلي واللي حاول غيره ان هو يعملها ليه الأهلي نجح وليه غيره ما نجحش على العموم دي كانت مقدمة خفيفة كده النهاردة هيكون معنا طبعا بعد شوية بعد الفصل اللي جاي بقى معايا كابتن حلم طولان كابتن حمادة صدي كابتن أسامة حسني هنتكلم على الدور المصري اللي بدأ فعالياته مبارح هنتكلم على مباراة النهاردة وحيدة شاهدة لقاءات الدوري كانت جمعت ما بين المصري والاتحاد وانتهت باتنين اتنين وكانت مباراة كبيرة جدا 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 في كل أوقاتها هنتكلم في مباراة بكرة هنتكلم في السوبر الإماراتي اللي انتهى من شوية بتفوق الوحدة على العين الإماراتي بعد التعادل 3-3 شوت أول للوحدة 3-0 وشوت تاني للعين 3-3 وبعد كده ركلات الجزاء يعني قدر الوحدة ان هو يتفوق وينهي السوبر لصالح طيب ايه تطلع فاصل يا سمير نطلع فاصل الكمين معكم موسيقى موسيقى اهلا بكم جديد ملعب الاهلي تشكلته النهاردة كابتن حلم طلون مساء الفل موساء خيرا كابتن سيد صحيحك لايو صحر السلامة موحاك ايه انا مش عايزك تقرس ايو كده منفعش يعني ان انا بأضيفك وتقرس علينا كده طبع عمرك حبيب والله انت عارف كده والله يخليك بالسئل موساء خيرا كابتن سيد ومساء كابتن حلم الله خليك كبيرا موساء طيبين العيد خدس ببارع كابتن حلم كابتن حلم يمكن فعليات الدوري الدوري بدأ يسخن ولا لسه شوية طبعا وبدأ يسخن يعني بقى فيه مستويات واضحة وفروق واضحة لكن فروق مش كبيرة لكن بتدي مؤشرات تبص تلاقي مثلا فيه 3-4 فرق في المؤخرة قريبين من بعض قوي في المنتصف هتلاقي برضو 5-6 فرق قريبين من بعض قوي في المقدمة 5-6 فرق قريبين من بعض جدا او زي بعض فالعملية بدأ التصنيف لكن الفروق مش واضحة مش كبيرة يعني الفروق ما بقتش كبيرة فرق نقطة وفرق ثلاثة دي الفروق اللي بين الثلاث عناص او ثلاث مستويات دول هتلاقي المجموعة الاولى مثلا فيه نادي الآلة عشان لعب مباراة اكبر اكتر فعشر نقاط والباقي 4-5 فرق سبع نقاط ولعبوا 4 مباراة بس هتلاقي بعد كده فيه فرقتين 3-5 نقاط او بعدين 4-5 فرق 4 نقاط 3 فرق في الآخر خالص كل فرق نقطة فالفروق مش كبيرة لكن بدأ التصنيف بيتحط دلوقتي في الدور المتازم طيب كبيرة حمادة انا فيه حاجة قبل ما نخش على مباراة المصر والاتحاد النهاردة لتنبورها حلوة اوي بصراحة يعني الشرط الاول كان 0-0 لكن الشرط التاني في 3 دقايق 3 اهداف 3 دقايق من 66 إلى 69 كان 3 اهداف لكن انا ملاحظ حاجة عجيبة شوية عن الدور المصر او غريبة شوية عن الدور المصر 90% من الفرق او 95% من الفرق بتلعب كرة هجومية يعني حتة التكتل الدفاعي المبالغ فيه لسه شوية لسه شوية اه طبعا او لاتشافت دور الاول يعني كده فص اول حواء 7 اسابيع 8 اسابيع في الاول كل الفرق يقول لك اخطف 3 نقط فكل الفرق بتاعها بجيب مفتور الحظر يبتدي ييجي بعد كده ده عماتا بتلاقي دايما الدور التاني فيه تكتل دفاعي في مطشط معينة النقطة لها 8 ويقول لك اللي اقدر اخطف 3 نقط الوقت تقدر اي فريق بلعب اي فريق الوقت بتلاقي جيب مفتوح ممكن نوصل لهنا واخطف عمل مفجأة بتاع بس ده شوية دلوقتي لسه مفجأات في التالت اسابيع ودخلنا في الاسبوع الرابع مفيش مفجأات الناس اللي حضرت صح الفريق الفرق اللي هي جهزت نفسها وهيت نفسها الدوري من بادري واشتغلت هي ماشي في المراكز الاولى اللي لسه صعدين لسه موجودين تحت اللي خد نقطة اللي خد ربع نقطة ممكن اكتروه حاجة الجونة فيه تحت لسه مجموعة اللي هي يعودوا لفترة طويلة هم بينفسوا بعض في المنطقة اللي تحت فرق في النص اللي هي بتاعت كل السنة موجودين برضو في المنطقة ديت يعني انا متهالم فيش جديد هتلاقيه في الدوري زي كل سنة يعني برضو هتلاقي الدنيا مشي اللي بينافس المربع الزهبي معروف مين المجموعة حوالي سبع السنة دي ممكن يبقى معروف السنة دي ممكن اعطاك انه ممكن يختلف شوية مشي يختلف ولا حاجة هتلاقي فيه سبع فرق او ست فرق بينفسوا على المربع ومجموعة خلاص بعيدة عن الثلاثة لتحت في النص هم اللي بينفسوا بعض ما هو التجهيز بيبان من بدري يعني في فرق بتبقى مثلا عملت تدعيم عشان ليها هداف فهتعمل حاجة بس مثلا فريق جديد زي بيرمتس مجهز 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 لعيبة وجهز وامكانات موجودة واختار اكيد ده بصص لحاجة قدام فيه ام بيبتدى يرجح تاني بشكل كويس سموحها بقاله كذا سنة ماشي كويس بس ممكن نبعد شوية عن المشاركات الافرقية ما هي البطولة بالنسبة للفرق دي المشاركة الخارجية يعني فيه فرق بالنسبة له البطولة مش بطولة الدولة بطولته اللي هو شارك مشاركة خارجية كونفدرلية بطولة دولة ابطال ده بالنسبة له يحتور خد بطولة حسب الامكانات الموجودة عنده والمتاح اللي أنا أنا وقع في الكلام قصة شوية في ايه يعني كل فرقة لازم لما عايز ألعب على بطولة الدولة لابد لازم أبص على تجهيز إزاي مالك تجهيز إلاه وقضرت بشكل كويس اللي أنا أخذ البطولة لكن ما ما بقاش أنا مش محضر ومعديش إمكانيات اللي موجودة عند الفلقة الكبيرة واطلب اللي أنا أخذ الدولة أبقى أنا راجل بفكر مش مظبوط مش مطقي فوقعي أبص بدي حافظ أكتر اللاعبين أكتر من الموجودة عندي عشان أعلى شوية أوصل أخذ منهم أحسن حاجة بالضبط لكن الغد الوقتي لعبنا زي ما قلت ثلاث أسابيع والرابع ابتدى لسه أنا أقص له مثلا مطشين ثلاثة الأمور مفاشم في فجآت كبيرة يعني اللي ظهر من تحت الجونة عملت كسبة مطش وتعدلت مطش وخسرت يعني في ثلاث مطشات الحرس زي ما هو دجلة بيعاني برضو مع أنه قدم مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي ولكن خسر من النادي الأهلي وهو موجود هيعاني شوية يعني لعب أربع مطشات عنده نقطة واحدة فبيعاني وجيش فيجي أكتر من فريق لسه ما دخلوش جوه الدوري بياخدوا بياخدوا أسابيع على ما يخش وبتدي اللعيب حتى لو عندك لعبة جديدة على الدور ممتاز لعبة تدعمات جديدة بتاع تحضيرك ما كانش جيد قبل الموسم بيأثر عليك في أول دارة ربع عسل مش تحضير بس أكتر حماد أنا أعتقد الإختيارات برضو ما هو ده تحضير ما ده تحضير مش لازم مش أزم أنا بقصدش بالتحضير للإعداد بس أيو إعداد وتدعماتك كمان الإمكانيات بيبقى له دور كبير جدا أنا كابسا إنت شايف دلوقتي الأسعار بقيت عاملة إزاي والسوق بقيت عاملة إزاي وكله بيبقى ليه اتجاه لنادي أو اثنين أو ثلاثة أندي الباقي يعني ما بقاش جاذب بالشكل المرضى عقلية الله في ناس ما عندهاش أي إمكانيات في فرح ما عندهاش أي إمكانيات فبالتالي بيبقى اختياراتها محدودة جدا محدودة الإمكانيات الفنية فبالتالي بتعاني وده وضع طبيعي جدا لاتجاه دلوقتي يا كابسايد برضو تكملها لكلام كنتنا حلمي إن احنا بدأنا نشوف دلوقتي لعيبة بتظهر من دور الكسم التاني يعني شوفنا النهارده بترجيت كابتن طرق يحيا دعم بترجيت بلعيبة وغير التيم تماما ودعم بشكل كبير من دور الكسم التاني بدأت تظهر أسماء دلوقتي بدأنا نشوف أحمد زولة من اللعبة اللي ظهرت موض الشبراوي الشبراوي برضو في الجونة وشكبالة في أمبي بدأت الانتاج الحربي برضو بدأ يدعم من الكسم التاني دي تكمل كابتن حلمي إن الأسعار بقى مبالغ فيها جدا فالنهارده ما أقدرش أجيب أنا ب15 مليون و20 مليون و10 مليون و5 مليون كمان فأنت بتجيه دلوقتي اللي عنده قاعدة في قطاع النشئين زي المولين العرب زي أمبي زي زي الإسماعيلي في وقت من الوقت ممكن هنلاقي في وقت من الوقت برضو قطاع النشئين بدأة بلعيبة فاللعنده الزخيرة في قطاع النشئين وعنده ناس يعنيها كويسة وبتابع دور الكسم التاني هي دي لها تقدر تستمر بعد كده طبعا عندي السؤالة كابت الحلمي مرتبط بالمدربين نفسه هل ده واقع ولا أنا يعني استنتاجي غلط في الوقت الحالي أسعار المدربين بعد مقبولة جدا معقولة جدا في الأندية في السبعة-ثمن أندية اللي فوق السبعة-ثمن أندية مقبول جدا فالمدرب بيقول لك برضو أنا ممكن نلعب لإسمي شوية يعني كل ما بحقق 3-4-5 انتصارات ونتعرف الأعلام عندنا في مصر طبعا يعني بيقديك في حتة تانية مع الشغل اللي برضو أنا شايفي أنه عيب يعني أنت بتكلف لغة العصري يعني الوقت بيحسنوا الكلام أو العلاقات اللي ما بينها وما بين المسؤولين في الأندية ده كذبا مع فرقيته 5-6 مطشط وراء بعض ده عمل كذا في الأهلي ده عمل كذا في الأهلي بحتيت نظرية المدرب للقاءات مختلفة عن زمان لا أنا ممكن أعمل مطشين 3-4 بشكل كويس قوي واتنقل لنقلة تانية ده واقع ولا أنا اسم تغيب فيه لا فيه بعض المدربين دي بتبقى وجهة نظرهم ويبقى ده تفكيرهم يعني لكن أعتقد أن المدرب المحترف عليه أنه بيركز مع فرقيته من أول السنة إلى آخر السنة أوكي ما يفكرش أنه مثلا كسابها أبدا السنة دي أكسب لي 5-6 ماتشات أو 7 ماتشات وأعمل شو كويس وبعد عشان أتنقل لنادي تاني يعني أعتقد أن ده تفكير يعني تفكير يبقى تفكير صغير مش كبير محدود تفكير محدود جدا المدرب المحترف اللي بيحاول ينجح في أي مكان لو كان صغير المدرب الجيد هو اللي بيحاول ويبز الجهد كبير جدا عشان ينجح ويكبر المكان اللي هو فيه بالرغم من من صغر حجمه ده أنا أبزل أقصى ما في وسعي عشان أكبر المكان ده وأدي للمكان ده قيمة فنية كبيرة جدا بغض النظر أنا أروح فين السنة الجاية باللسل ده موجود اللي بتقوله ده كبس والله هكذا سيد أنا شايف أن المدربين الكبار الكبار واللي عندهم خبرات هم اللي عندهم التفكير ده إنما المدربين الصغيرين اللي لسه طالعين واللسه بقالهم سنة أو سنتين هو ده تفكيرهم اللي انت بتقول عليه تفكير اللي بتقول عليه حضرتك ده هو ده تفكير اللي لديه الصغيرين اللي ما عندهمش كبرات والمدربين اللي لسه بقالهم سنة أو سنتين في الدور الممتاز طيب احنا مش خارجين على الموضوع كابتن حمادة كابتن أسامة لأنه مهم جدا لو انت عايز كرة حديثة أو كرة مستقبلية كرة مصرية بشكل حل وقوي لازم الحاجات دي تكون مهمة جدا تبصلها بشكل كبير والمدرب ده هو مش وعف على الخطه خلاص يعني مش واحد وعف على الخطه خلاص هو واحد بيجايب سبوره وبيعمل حاجات لا هو واحد بين التمرينات من بره يعملها فرقته ودي حاجة غريبة جدا بارتش معا أو علاقته كويسة برايس نحت أو علاقته كويسة بالشركات الرعية أو علاقته كويسة ببعض اللوكلاء اللاعبين ها بتكلم على مواصفات حملها بتدار بالشكل دي يعني بتكلم على المدرب لازم المدرب بيشتغل على نفسه زي ما اللعيب بيشتغل على نفسه أكيد المدرب لازم يشتغل على نفسه كويس جدا ومجدد محاطه كل سنة يعني كل فترة وجدد تفكيري وجدد قراءتي للشغل باخد خبرات من يعني كل سنة بعودها في الدوري انا باخد خبرات اول ما اشتغلت في الدوري اكيد اول سنة غير تالي سنة غير تالي سنة كل وقت بقى عندي خبرات اكتر لازم اشتغل على نفسي بشكل كبير جدا عشان اقدر اعمل يعني تكملة الكلام كابتن كحلمي حتة العقد بقى عام العقد سنة مع نادي بالذات لم يكون بدأ الموسم من الاول معاه بتبقى محضر اوراق عمل معينة لازم بتشتغل عليها بشكل جيد جدا على الامكانات الموجودة عندك اهداف بتبقى موجودة عندي مكتوبة مكتوب الاهداف اللي عندي الاهداف اللي هي الفنية والتصوخية بالنسبة للنادي محوط طول فيه حاجة كتيرة جدا يعني بتبقى مشتركة مع المسؤولين مع مجلس الادارة مع ناجل متكورة هدف ناقص نادي هنشتغل ازاي دي الخبرات التي تتأخذها من خلال شغلك في التدريب فالمدرب لازم يشتغل على نفسه كواس جدا عشان يقدر ينفذ الكلام ده على الارض الواقع يبقى ملامم بكل الامور الادارية كمان عندك بتدير يعني انت كمدير فني بتدير منظومة مجموعة عمل مدربين اداريين جهاز طبي جهاز فني ادارة اللاعبين دي ليها طبعا وحسب النادي اللي انت فيه برضو يعني كل نادي اهدافه اهدافه يعني النادي الزمالك مختلف عن الاهلي عن الاسماعيلي عن الفرق الصعدة في كل نادي فيه هدف يعني اللي فيه فرق صعدة وامكانياتها محدودة بيقدر بيشتغل هدفه اللي هو البطولة بالنسبة له هو قعد في الدول تحقيق هدف فيه فرقه بتبقى اهدافه ارابع ده هدف اللي انا بسعى عليه بسعى بامكانات الموجودة عندي يبقى عندي خمس فرق هنفسهم هم دولة الترجل بتاعي اللي هدف بتاعي اللي انا هنفس مع دول عشان نخش هنا فيه فرق تلات اربع فرق بتخش ده انا عايز على البطولة يبقى ده ليهم اهداف واللي الهداف دي لها متطلبات تبقى موجودة عندي لشان نقدر احقق الاهداف اللي موجودة عندي فده شغل وبعاكده مفيش شغل فردي بوقتي يعني مفيش مثلا المدرب الدكتاتوري اللي هو بيشتغل لوحده وشان فعل لازم يفيه مجموعة عمل هو ده نجاح يعني زي الفرق بتلعب هدوش اللي هي في الملعب وعندك ناس برا دي مجموعة لعبين يلعبوا مع بعض بيعملوا تاكتك مع بعض في الملعب انت اللي عاموا له طبعا انت كمدرب برضو لازم معاك جهاز فني الناس بتساعدك بتنورلك حاجات كتيرة جدا بتساعدك في شغلك عشان انت مش هتعمل كل حاجة انت لك حاجة معينة انت بتدير كل اللي بيشتغل من خلالك بالضبط كده بس انت اللي بتدير المنظومة كلها وناس بتساعدك في حاجات كتيرة جدا فكل شغل مدرب ليه شغل كتير قوي فصلنا دايما نقول ايه في اي امور في حياتي عامة نقولك الاختيار هو اللي بيقدي للاستقرار يعني يقولك الجواز استقرار مثلا مش عارف استقرار ايه واستقرار اداري واستقرار فني واستقرار 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 انت اخترت الاول صح بالضبط كده اخترت صح بتبني صح من الاول فتمشي طريق صح اه اوكيت طيب وسماء الفكرة برضو بتاع اللعيبة مختلف يعني حتة ان انت تاخد اربع اجانب انا مش معترض على اربع اجانب خلص والسان الفاتد قلت طالما انت سمحت بالالاربع اللعب به يعني متبقاش ثلاثة واحد قعد بره يعني اوكي الفكرة كامل بها مختلف عند اللعيبة انا بس ضدك في حتة اربع اجانب ده كم سيد يعني من وقت ما تطبق حتة اربع اجانب ودلوقتي فيه اتجاه خمس اجانب انت النهاردة انت ما بتتكلم في اربع اجانب وخمس اجانب انت بتتكلم في على الف نص ستيم طب النهاردة انت عندك فرص كتيرة في قطاع ناشئين هتدي إمتى الفرص للعبين بتاعت قطاعات الناشئين دي نهاردة لما بيكون عندك العدد الثلاثة ده يعني مثلا تلت التيم فاديت تبقى مقبولة بس أربعة كتير نهاردة انت بيقولك لازم تعتمد على قطاعات الناشئين لازم تفرغ المتخب مصر الحاجة المهمة برضو دلاتة احنا بندور وروحنا في كاس العالم وكان في كاس الأمم بندور على رأس حربة مش لقيين ده سؤال في اللي جاية في وقت ملوقات كان دخلت حراسة المرمى كان لعب أجنابي وكان الكابتن حلمي ماسك وقتها حرس الحدود وكان فيه كامين وكان فيه في المقاولين وفيه في كازا نادي فكان فيه مشكلة في حراسة المرمى في متخب مصر بعد كده اتطبقت حتة حراسة المرمى لا لازم بعنصر مصري وبعد كده تجوزنا المرحلة دي نهاردة انت تبص على يعني النهاردة عندك في النادي الأهلي في رأس الحربة في يوليد أزارو زمالك كاسونجو إسماعيلي من دوجة إنبي نحواء المصري تحاد سموحة طلع الجيش بيراميدس مصر مقاصة كل الفرق عندها رأس حربة أجنابي فانت عندك مشكلة دلوقتي في رأس حربة في مصر هي ممكن منها الأندية حتى الأندية الصغيرة لسه صعدة برضو بتجيب عنصر أجنابي دي ممكن تبقى فيه حاجة تسوقية لكن انت ممكن تجيب بسعر أليل بعد كده تبدأ تسوى آه مقبول بس أصبح عندك نهاردة حتة مشكلة في الرأس الحرب فأربع أجانب كتير حد يقول تعقيد أو كده آه أقول كلمة على الموضوع ده أنا إمتى أخلي الأجانب أربعة وخمسة وستة وانا لو أنا بطلع أربعة وخمسة وستة تحترفه بر تحترفه بر أخذلك أوروبا بتعمل كده يعني حتلاقي في إنجلترا مثلا الفرقة منشستر سيتي مثلا فواحد أو اتنين لا أرسل ما فياش حد مثلا بعد الوقت بس حتلاقي برضو لعبة كتير جدا برضو محترفة في الدوريات الأخرى أسداني والإطالي ده مهم جدا إنك إنه يبقى عندي لعبة تقدر تحترف بر بس أقول لك على حاجة في الحلم بس خدوها مني هانا السنين اللي جاية غير اللي فاتت السنين اللي جاية السبعتاشر والتمنتاشر والتسعتاشر سنة اللي جايين للولد يعني اللي شايف نفسه بشكل كويس تمام صعب تلاقي يكمل في مصر كتير خلتوها بس يا ريت أنا بقول لك كده والله ده كويس لأن أنت النهاردة العالم كله بمفتوح مهدام ده مهدام أنا بقول لك على زمان يعني أنت فاكر واحنا سبعتاشر والتمنتاشر السنة اللي كان يجيله عقد احتراف ما تجالكو أنت عارفت تناسي أه طبعا تجالكو كتير بس ما كانش ما فيش ما فيش العقلية الزبط بتاعت الوقت الحالي حتى بتاعت العيد يعني أنا كانت قبليت عياتي تركة من ١٢٨ لكن لكن كان عدو عروية كان لازلسة كده كنت نفسي اشتراه منه أنا لازم إيه لازم عشان أجيب أربعة وخمس أجانب يبقى أنا ضروري أصدر لبرة زيهم عشان منتخب ما يتضرش إنك إنت دلوقتي ما انتش عارف مين حيبقى رأس حربة منتخب مصر طب ده سؤال الآن ففاكرة من فاكرات الحالة النهار مش عايزين نحرقه نخش في المطشات النهاردة ولا حد عايز يضيف أي حاجة في المنطقة اللي تكلم فيها يعني بأتكلم على أنت عايز تخش في الاحتراف يعني بتكلم ولا عايز ترجع لهوة لا أنا خش في احتراف احتراف خلاص خلاص بس وسماء عايز يقول تدريجي يعني بس كبت أنت عايز يقول كده وسماء بص يعني أنت أساس الدور المصري إحنا وقت بيخدم كبت حمد مش بيخدم المنتخب ما نعرف لازم قبل ما أعمل أي قوائل لازم أدرسه كويس عشان الهدف عندي هو امتخب مصر كابت عزي أقول لك عزي أقول بس دي كابت رسي أحمد وسمع اللي أنت بتقوله ده بالندع بأن يعني عشرة مصري رسال شؤون اللاعبين أي حاجة خاصة بالانتقالات أو حاجة خاصة باللواقع الداخلية أو الحاجات اللي ممكن تحصل في الدول هاتوا مندوب من كل نادي ونقعد نطرح الاقتراحات والملحوظات اللي موجودة من السنة اللي فاتت ورؤية الأندية اللي موجودة بشكل كبير أو في الدور المصري وفي أفريقيا رؤيتها السنة دي وتبقى عملية تدريجية بأنت عارف يا كابتن حلم يا كابتن حمد يا كابتن أسامة الخمس سنين اللي جايين انت القيم بتاعتك السنة دي كذا والسنة اللي بعدها كذا والسنة اللي بعدها كذا والسنة اللي بعدها كذا ما ينفعش لحد سنة 2019 كل اللي ما تيجي يخلص موسم يقول لك السنة الجاية 20 ولا 25 30 25 27 نحن الكرة بتضرب عشوائية شديدة جدا من قمة الهرم احنا بتضرب عشوائية ولذلك بطولاتك وإنجازاتك برضو بتبقى عشوائية ما بتجيش متتالية بحيثة بس هنخش هنا في جزء من الحلق فاضلا كابتن حمد عشان نختم لا كنت بتكلم على حيثة ترام دخلت في الدورة المختلفين يبقى الموضوع خلاص واللعيب الجايد بيفرد نفسه يعني اللعيب المحل الجايد بيفرد نفسه داخليا وخارجيا فمهما تجيب أجانب اللعيب الكويس الخامة الجايدة المصر هتلاقيه هو وقت حقه وبيلعب لكن الاندية الوقت بتشارك في بطولات كتيرة يعني الأهلي الزمالك اسماعيلي بقى لعب مش بلعب محلي بس بقى لعب أفريقي وعايز أوصل كاسعان الاندية يعني فمحتاجة طاقة طاعم ودعم عشان الخصم بتاقيه عامل كده يعني احنا ساعة يعني لازم أقول مثلا كابتن أحمد سليمان في موضوع حراس المرمى كان أيام ما كان موجود الأجانب في حراس المرمى ممكن عادنا مع كابتن سامير زياد بس صاحب الفكرة كان أحمد سليمان قال له احنا عايزين نمينا على السنة الجاية الحراس الأجانب كانت مرحلة مهمة بالنسبة لنا فاتمنعت ظهر حراس كتير لكن بتلاقي حارس جيد جدا قاعد لحارس أجناء بس هو كويس بس ياخدش مطشاط والمطشاط دي بالنسبة له مهمة جدا فكاد دي مرحلة مرحلة وعدت خلاص وظهر بقى حراس على مستوى جيد جدا واحتراف وكل حاجة فهي مراحل مراحل بس النهاردة ما هنقدرش نرجع على وراء نقول لا مش هنقلم المحترفين أو الأجانب مافوش كده مافوش كده احنا طالما دخلنا خلاص بقى تكمل عشان انت لك مشاركات تاني برا وانا انا اروح للرأي رأي الشخص يعني يعني هتبقى أربعة تبقى خمسة تبقى السفر بس تبقى مدروسة يعني الأول السنة تلاتة مثلا السنة اللي جاء أربعة بعد السنتين تبقى خمسة بعد تلاتة ما بقاش على الهواء كمؤسسية بصها ما بقاش على الهواء يا رنوطة المهمة اللي لك تحلمي انك انت تصدر برا ان شاء الله كامل فريق كله بس مهم ومين تصدر انك تصدر برا وطل اتحاد الكوري مش بعض بطل يعني أنا أنا مقصد مع الأندية بصها تصدر وتخسر مين المسؤول عن الكرة في مصر مش اتحاد الكرة هو اللي بيخطط للكرة في مصر ايوة وهو اللي يجبر الأندية ميقدرش يجبر الأندية لم يقدرش ميقدرش يجبر الأندية اللي طلحات يعني ماشي أنا معاك ماشي لأ فيه لوايح لانك اتحاد مصري ولا لانك نادي لانها مرتبطة بالاتحاد الدولي ماشي يعني زي بيقول لك هو 18 سنة 18 سنة 18 سنة خلاص لو انت بقى يعني طب ما رحمة وسميده يا جماعة طلع 16 سنة ايوة ايوة طلع ازاي ايوة طلع 16 سنة ما تعملوش عقدي في خرج هو وغيره ايوة ما تعملوش عقدي في خرج وكان على ايدي وحاجة تانية برضك سيد الأرقام يا كتحامل الموجودة دلوقتي الأرقام الموجودة في مصر دلوقتي بتجبر يا كتحمد اللاعبين انها تفضل في مصر النهاردة لو قلت الكويمة السوقية دي لللاعب هيبدأ بقى يدور بره على المرحلة الاحترافية يتحط في أجواء احترافية مناسبة عشان كده بقول يا جماعة كل حاجة لازم تكون مدروسة احنا دخلين على عصر الكورة ما بقيتش لعبة هواة ما بقيتش لعبة الناس مثلا يعني بين معادين مع بعض في هوضة احنا بنتكلف في صناعة صناعة احنا فلتين طبعا انا عايز اقول لك انا عايز اقول لك وبعد اخرجنا من كاس العالم نازلنا بالنضار بعشوائية انت بتكلم فيها كبتسية اختيارات المنتخبات اختيار المنتخب الاول تم بعشوائية اختيار عناصر المساعدة للمدير الفني تم بعشوائية طالما رئيس الاتحاد عايز كده بحي يبقى كده بدون دراسة وبدون اي رؤية مستقبلية فاحنا بنتمنى ان يبقى الادارة بتشكل احترافي عشان مصلحة الكورة خشي بقى في الصور الاماراتي اتكلم بقى في الصور الاماراتي اتفراجت على اللقاء والله ابدا انا لحقته في الاخر يعني الحقيقة يعني انا كنت جايب في الطريق فالحقته في الاخر قبليني براح حلو اول لكن انا بصمتش حلو اول انا بحلل اه اسأل سيد اراك فالفني اه انا اسألك الحاجة الجميلة ان طبعا السوبر الاماراتي بتلاعب على ارض مصر وده دليل قوي جدا على متانة وقوة العلاقة بين البلدين حلو اول وان الرياضة ما هي الا عامل مهم جدا في التقريب بين الشعوب وبين الشباب وبين المؤسسات بتاعت الدول المختلفة وده شيء جايد جدا سامع كمان الزمالك رايح يلعب السوبر في السعودية وقعت لها بالسوبر هنا برضو مع الزمالك شيء رائع جدا مع المعترض يعني هم السعودية اللي قرروا مش الزمالك يعني احنا بنجد داخل في العملية دي والزمالك جدير طبعا جدير ومشرف للكورة المصرية في تقارب الشعوب يعني أنا أعظي مضروري يبقى فيه تقارب خصوصا الشعوب المتحابة طبعا مهم جدا أنا راحت السوبر أنا راحت السوبر المصري مرتين يعني مع الزمالك ومع المصري في الإمارات انت متحسش لحظة ان انت مش في بلدك أو مكانك أبدا يعني الناس بتشيلك فوق دمخها أنا كنت بحل ببراعة الأهل والزمالك في الإمارات وفي المطر السوبر حاجة مختلفة تماما يعني أهواء نفسها طبعا الناس هناك كمان الشعب هناك والناس تحس براحة نفسية في التعامل معه بيحبوك بجد يحبوك بجد جدا جدا وانت قريب جدا وانت بتبادلهم نفس الشعور فدي حاجة طبعا وانت أسابه بقى لتصري على البقش حاجة النهاردة الحلوة اللي شفناها جاء فيه جماهير النهار نهاردة بروفا لنا كمان في مباراة الأهل كنبالا لواندي نهاردة حضور الجماهير برضه واحد تسعر فيه عودة الجماهير فدي برضه من ضمن الإيجابيات النهاردة في مباراة الوحدة والعين النهاردة تبصها كابتان حلم كابتان حمادة يمكننا وقسامة جينا بدري شوية أنت كنت وفت الطريق الشوت كان ممتعي جدا الشوت الأول لأ أنا حضرت أجزاء منه طبعا مباراة مصيرة جدا غريبة في نتجتها ثلاثة ثلاثة العودة عودة ثلاثة توقع بعد وعودة وضربات جزاء لأ كانت مباراة مصيرة مصيرة بس أنا كنت بشجع العين عشان بس كرة القدم دي قصية جدا كرة القدم قصية جدا طبعا انا أتكلم طبعا لكن النهاردة كان عامل موش باس على فكرة تسبب في ضرب الجزاء لكن هو أضاع ضرب الجزاء في الضربات في الآخر لكن هو كان تسبب في واحدة وما وفقوش فيها العين إن هم يجيبوها لكن أنا بكلم على قصفة كرة القدم كرة القدم طبعا مش طبعية يعني حاجة من متعتها خلي بالك الأسوة بتاعتها طبعا من متعة كرة القدم ساعة الأسوة بتاعتها يعني الشوت الأول بتتفرج على فرية الواحدة ما أقل لو أدل يعني رايحها للجول تاك جول جول 2-0 يجيب بنا للعين يضيع يضيع تترد جول 3-6 المباراة انتهت طبعا المباراة تاني الشوت التاني بداية بتاعت الواحدة القوية هدف بدري بتاعة اسمعين مطر جيف أول خطأ من المدافعة خطأ من المدافعة فده عمل خلى الواحدة ركبة المباراة الغاز الشوت الأولين الشوت التاني العودة بقى كالقوية جدا من العين وهو عموري برضو فرق مع فرقة العين يعني عموري طبعا يعني طبعا ليه طول وفرقة العين فواضح طبعا تأثيره بعد احترافه في الدوري السعودي ملال لكن كانت بداية الواحدة النهاردة أفضل من العين طبعا الأخطاء النهاردة ديفينس هنا وهنا فيه أخطاء واضحة جدا واخطاء سازجة كمان مباراة مفروض يعني مطولة كان الواحدة طبعا ما أي حد بتفرج عن المباراة ما يتوقعش بعد 3-0 إنه ممكن العين يرجع تاني فده برضو بقين لك إن العيب تلعين عندها شخصية قدرت ترجع رغم النتيجة 3 رجعه في وقته صغير جدا بقى 3-3 طبعا ضربات الجزاء خلاص يعني أنت فيها يعني 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 ضربات الجزاء خلاص بس الحتة النفسية يا كابتن حلم يا كابتن حمادة للفرقة اللي رجعة تبقى أعلى في ضربات الجزاء ده المفروض تبقى أعلى ده المفروض صح لكن ضربات الجزاء دي برضو يعني لنا تجربة معاك في ضربات الجزاء فقالت بقى أسيوبيا خالت بقى أسيوبيا ضربات الجزاء يعني ملهاش مقيس على الأموم مبروك طبعا للوحدة شرفتونا جدا ونورتونا سواء كان العين أو الوحدة طبعا كل اللي يعني اللي بتعملوه معنا والعلاقة اللي ما بيننا سواء كانت مصر مع الإمارات أو مصر مع السعودية أو مصر مع أي بلد عربي يعني بصراحة حاجة رائعة جدا 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 شرفتونا مرة تانية ويتمنى دايما على طول السوبر المصر السوبر الإماراتي السوبر السعودي السوبر أي سوبر أي سوبر في النطاق العربي طيب خلصنا مباراة السوبر سريعا كده نخش على مباراة المصر مباراة فرقتين شعبيين جدا الاتحاد بشعبيته الطاغية والكبيرة واسكندرية جاي من انتصار كبير جدا على الإسماعيلي بيقابل النهاردة المصري مباراة مفتوحة جدا جدا الشوت الأول رغم أنها مباراة مفتوحة لكن خلص السوبر سوبر الشوت الثاني اتنين اتنين تكلمنا عنها كابتا نهاني والله يمكن أنا طبعا تبعت المباراة وشوفت كانت مباراة مفتوحة أسهل أقول التشكيل يعني تشكيلة المصري النهاردة كان محمود سيد ومحمد شطة وأحمد شوشة محمد كوفي محمد جابر عمر موسى وإيزي إميكا وأحمد شكري ومحمد جرندو وإسلام عيسى ومحمود وادي تشكيلة للتحاد محمود الزنفولي الزنفولي أحمد مجدي محمد بازوكا ويلسون وكريم الديب عشور الأدهم نور السيد وأحمد داودة محمد ناجي خالد أمر ورزاء سيسي تفضلك وطبعا مبرأة كانت بداية كانت قوية جدا من النادي المصري وضغطه هجومي مكسب في التلت الدفاع للنادي الاتحاد لكن بالرغم من الهجوم والضغط الشديد من النادي المصري على النادي الاتحاد لكن هجمات النادي الاتحاد كانت أخطر كانت في منتعى الخطورة منهم كرة ردت من العرضة ونزلت يعني كانت هجمات خطيرة جدا لكن كان جيد مفتوح هجمة هنا وهجمة هنا تبادل هجمات تبادل سيطرة في منتصف في الملعب ده الشوت الأول الشوت الثاني ممكن في ديئة سبعة ستة وستين أحمد شكري أحرز هدف رائع جدا لكن المشكلة هنا في التمركز الدفاعي للنادي الاتحاد يا كابتن سيد عبوصة لقي الاتنين بس اللي في قلب الملعب السردباكين بازوكا و ويلسون الاتنين بس متواجدين الطرفين مش موجودين خالص يعني عبوصة لقي السروم معمول ناحية لمين مفيش باكش مال بيغطي في الجول الأولاني مفيش باكش مال ضامن الكلام ده مش متواجد خالص وده على فكرة مشكلة بتواجه النادي الاتحاد في ماتشاد كتير جدا اللي فات في كل ماتشاد الباكين بيزيدوا بشكل قوة جدا وما بيرجعوش معاي على التلفوك كابتن محمد عمر مدير فن ناد الاتحاد مساء الخير يا كابتن محمد مساء النور ومساء النور على الكبات الكبار وكل سنة طيبين طيب وحدك طيب تحيات كابتن حلمي كابتن حمادة كابتن أسامة حسني كابتن محمد عمر يمكن أنت جاي من فوز من الإسماعيلي كزمان الإسماعيلي فوز دوع المستحق النهاردة بتواجه المصري صعوبة اللقائين كبيرة جدا بتلعب أندية شعبية النهاردة كمان يحسب لك أن أنت لحد الدقيقة 94 أو 95 بتلعب كرة هجومية كبيرة جدا الشوت الأول كان متساوى ومتوازن ما بين الفرقتين وقدرت كمان أن أنت تنهيه بفرصة زي ما شرحها كابتن حلمي من شوية عن طريق السي سي ومحمد ناجي جده كورتين في العرضة في أقل من النص دي الشوت الثاني في ثلاث دقائق يعني ثلاث أهداف لكن يحسب للاتحاد بيلعب لحد آخر ثانية بيلعب لحد آخر لحظة حاجات كتيرة جدا جدا مميزة للاتحادة كابتن محمد عمر السنادي ما في الشكل طبعا كابتن تأيد يعني أنا كنت متوقع المباراة عصيبة جدا وقلت للعيبة هذا الكلام كان فيه دفاع بدني كبير جدا كان فيه عصبية بشكل مبالغ على كل المستويات يعني فهو داخل الملعب أو خارج الملعب يعني وبالتالي كنت على قدر كان بحاول اللعيبة تبقى هادية في الملعب عشان تفكر لكن يعني الدوع ده يفرد نفسه وبالتالي المباراة يعني فنيا ما كنتش عالي أو غيري في آخر عشرين دقيقة أحرازنا فيهم هدفين والمصري هدفين يعني لكن هو أنا يعني من وجهة نظر أن الحقيقة المباراة يعني هي عادلة النتيجة إلى حد ما عادلة يعني ما كانتش فنائم عالية أوي لكن حماس ومندفاع بدني كان كثير جدا يعني زي ما قلت حضرتك الحقيقة يحسب لعيبة هدلة حدث كذري هم لحد آخر لحظة عندهم إحساس مصميم على التعويض وربنا كافئهم لكن عايز بس يعني أنا أقوح عن نقطة الحقيقة احنا نزلعيبة يعني أنا مش عليهم أربع مباريات الحقيقة كانوا أقوية جدا أدخل فيهم مباراة الترجي الأولانية زمالك مأولين اسمعيلي مصري فإلى حد ما يعني بشكل عام احنا الأمور بنسبلنا يعني نراضيين عليها بشكل عام يعني هلنبدأ نفكر في براث الترجي إن شاء الله طيب الترجي ام تأكد يوم اثنين تسعة بالتوفيق طيب هل استفدت من النقص العدد اللي في المصر رغم أنه كان متأخر استفدت منه ألا لأ لا أكيد ما استفدناش لنعتقد ده كان آخر نص دي أو دي حاجة زي كده يعني ما كانش في وجه استفادة يعني ما كانش في وجه طيب طبعا طبعا يحصل بكامت محمد عمر أني بعد نتيجة تيرة بتاعة مباراة الزمالك قدر يجمع الفرقة تاني حتة النفسية دي مهمة جدا كان بعدها مباراة الترجي تعادل والاتحاد سكنداري أدى برضو مباراة كبيرة مباراة لإسماعيلي فوز نهارده قدام المصري برضو من الحاجات الإيجابية اللي أنا شايفها في نادي الاتحاد في حتة حراس المرمى نهارده كان الأول الاعتماد على هاني سليمان بعد ما ما كانش موافق مباراة الزمالك الدافع بالزنفولي في مباراة صعبة جدا هي مباراة الترجي ويعتبر مباراة دولية بالنسبة للزنفولي رجاء من الرجاء كان الخبرات لسه لإيلا أدى بشكل كواس جدا مباراة لإسماعيلي مباراة المصري فدي حاجة تحصل برضو كابتن عمر الجازي الفن طيب كابتن عمر أنتوا مسافرين أمتى إن شاء الرحمن تونس بإذن الله يوم ثلاثين طيب طبعا يعني الأجواء هناك الناس هتقابلكوا على أحسن استقبال أنا عارف متأكد من ده لكن كمان خلي بالك هم خارجين من مباراة الأهلي فاستعدادهم هيبقى قوي جدا نخلي بالك من ده أنا في الشك طبعا وفي النهاية احنا بنتكلم على فريق الحقيقة عنده خبرات عميقة وجبيرة جدا فريق بطولات إنه حتى مباراة الأهلي هو ضامن الوصول وبالتالي يعني الموضوع لا يستحق أن الأمور تبقى يعني مجدودة لكنه في النهاية احنا عايزين نطلع بنفيدة إيجابية هو عاوز يوصل لدروس النشرة في النهاية إن شاء الله نقدم مباراة طيبة وفي كده هيدل الدور للعالم إن شاء الله بالتوفيك كبتن حمد المدير الفني بإذن الله ربنا وفاقك نادر الاتحاد فضلك كنت قد تقول كلمة عن الطرفين الطرفين ده دي المشكلة الموجودة في الاتحاد يعني اللي أنا شايفها بقالها أكتر من ماتش إن في مبالغة في خروج الاتنين للهجوم البكين للهجوم أنا عشان أأمن بشكل كويس وعشان برضو ما ببقاش فاتح خطوطها يا كبت سيد لو جابها بتهاجم يبقى الجابها التانية بتستنى الباك التاني بيستنى حتى في منتصف الملعب عشان يبقى عنده قدرة على الارتداد في خط الضهر لأن النهاردة الجول اللي جيه الأولاني بتاع شكري الراجل اللي هو محمود وادي ده استلم تحت ضغط بشكل كويس ولفه وعمل سروباس ناحية اليمين لأحمد شكري اللي أصلا بيلعب بشماله الأشوال وفي عدم وجود كريم الديب خالص ولا كريم الديب ولا أحمد مجدي متواجدين خالص كان فيه ويلسون ومحمد بزوكة بس اللي موجودين تلعبت الكورة شكري قدر يعملها تشيب من فوق جول بشكل جميل جدا فأتمنى أن الكابتر محمد عمر يخلي باله من النقطة دي مهم جدا في الماتش اللي جاي خصوصا بتاع الترك هو شيء جيد في الشط التاني إن الشيء جيد إن العودة ما خدتش ثواني يعني شكري ده 66 رد رد جده في الديئة 67 وبشرة على طول يعني وعمر موسى في الديئة 67 على طول عمر موسى في الديئة 67 ونفسيا قادر إنه يدي جرعات بشكل جيد جدا لهذا الفريق إنه يقدر يرجع بهذه السرعة وبهذا الشكل أنا أعتقد النهاردة التعادل عادل جدا للفرقتين التعادل يعني فعلا بيعطي حقيقة أداء الفريقين النهاردة في خلال الشطية من المرات اللي ما بقيتش يعني قليلة كابتن حسام حسن بيقعد أحمد جمع أحمد جمع ده كان واحد من العناصر المهمة جدا والرئاسية ورئاسية لفرقة المصر السنة اللي فاتت حتى تم اختياره من ضمن التشكيلة المقترحة أو المبدئية اللي كاس العالم مع كوبر لو حضرتك تتذكر لكن في مبارات الآهلي ما شاركش هل هو بيريحه بقى عشان أفرك يعني وجهة نظره إيه محمود دوادي يعني اللي أنا شايف مثلا النهاردة النهاردة انك الحلل الفنية بتاعت جمع قلت شوية والنهاردة عنده طرفين كويسين جدا إسلام عيسى وجراند بيشتغلوا بشكل كويس جدا النهاردة كان شغله كله عالكور العالية بتاعت محمود دوادي بيشتغل كويس جدا كمحطة اللي جايل من تحت شوكري بشتغل النجوم المصر الوقت أحمد شوكري إسلام عيسى صحيح إسلام عيسى شوكري ليه شكل تاني بقاله فترة مع النادي المصر بيؤدي بشكل جيد جدا يعني حتة الهدف اللي جابه اللي هو بيجي لتحت رأس الحربة في المساحة الخالية اللي رأس الحربة بيلف كويس محمود دوادي عنده حتة المحطة عنده لعاب الهو بيلعبها بشكل جيد جدا كل كرة واخدها يعني كان عمل إزعاج بشكل كبير سرعات إسلام عيسى بقى من الأطراف وجراندو بيشتغلوا لجوة بشكل جيد جدا البدني بتاعهم يعني حسام دامن بيلعب ضغط من قدام التلاتة دولت بيعملوا الضغط بشكل كويس جدا بتحتهم أحمد شوكري ففيه شغل كويس بيتعمل في المقابل اللي أنا شاف ورده النهاردة أخطاء موجودة بتاعت الكابتن حين بيكلم عنها بتاعت الطرفين ولكن فيه تحصن في الشكل الهجومي في نادي الاتحاد فيه حاجة تتعمل فيه ناجي بيشتغل ناجي جدا بيشتغل شكل كويس جدا سيسير بيتركبت حنادة جول اللي جابه النهاردة جده من الجوال رائعة جدا استلم من التحرك استلم باستلام رائع جدا والاستلام ده هو الجول ويشط بيشمال وجول ففي تطور فيه الشكل الهجومي نادي الاتحاد بشكل جيد جدا والاسترار بقى جول الأخير التعادل ده الاصرار لآخر ثانية شوف قد إيه زيادة عددية داخل الثامنتاشر شوف القتال في الكورة والكورة جات يمكن تقريبا لأحمد مجدي تقريبا هو اللي ما تماشي فيها كان ممكن نشوتها في الجول رجح رجح على السيسي بشكل رائع طبعا فيه في وقت صعب جدا اللي انت بتفكر في المكان ده في الوقت ده اللي انت تعمل بكورة بالشكل ده وتسيب يحطها فيه توفيه عالي جدا فيها لا يعني فيه البدني واضح الفرقتين كانوا وقفين بشكل كويس والنتيجة عادلة في العداء الفرقتين أنا كنت بس ضد تغيير احمد جمعا النهاردة هو نزل في ده 91 يعني ما كنتش معانه ينزل النهاردة في حتة منزول النهاردة اللي فرق معناد المصري وهو متقدم 2-1 جات فرصة لاسلام عيسى كانت ممكن تقضع المباراة لو نتيجة 3-1 خلاص المصري انهى المباراة دي ضاعت كان اسلام عيسى عنده انزار النهاردة ممكن وانت كسبان كابتن حسام حسن التغيير التالتة احمد جمعا منزله وانا كسبت 2-1 مش هيضفلي في الوقت ده وهي 3 دقائق انا كنت محتاج اأمن منطقة الوسط عنده كنت ممكن اطلع اسلام عيسى اللي واخد عنده انزار وكان انزار برضو نتيجة عصبية وانزل واحد وسط مدافع يقدر يأمن ان وجود احمد جمعا في الوقت ده يعني بتهلم مكانش هيضيف 3 دقائق وضيفين دول لنادل مصر فهي التفاصيل الصغيرة دي ممكن تكسبك مباراة وضيع منك مباراة فهي النقطة تحمد جمعا التفاصيل الصغيرة وانا مؤمن للي انت بت promised tämä وسما جدا جدا التفاصيل الصغيرة الناس تبعني انها عادي يلمشكلة يعني لو مرجعتش اللحظة دي انت ليك خبر معا اه 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 تی اه 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 تفاصيل الصغيرة دا يت بتجيب يعني تاني بطلوات بتخليك على القم على طولك تنحني التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتعمل مشاكل بين المدربين والإدارات بيبقى فيه إدارات كتيرة جدا اللي هي وجهة نظر في العب اللاعب ده هاي وده كويس وبتاع لكن التفاصيل الصغيرة اللي بيبص عليها المدرب تخلي وجهة نظر مختلفة تماما عن الإدارة على فكرة هل اللاعب ده بيقدل أدار بتاعته الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة ولا لأ هل اللاعب ده بينفزلي تازموا ولا لأ الحاجات اللي ما بتشوفهاش الإدارة ولا لأ الحاجات اللي أنا بضربه عليها واللي ما بتشوفهاش الإدارة بينفزلي ولا لأ دي حاجات مهمة جدا نعم سامة بتبقى بتخلق حالات خلافية شديدة جدا بين المدرب وبين الإدارة ده فيه لعيب بيبقى فقرة يعجب الناس جدا هو فقرة يعني ينزل مثلا عشر دا كذلك هي كرة للمتعة طبعا مفيش شك يعني لكن أنا كمدرب عايز أكسب مزبوط مزبوط إنت عايز تستمتع روح السرك لكن في عندي أنا عايز أكسب أنا مش جاي عشان أستمتع بس أنا جاي عشان أكسب عايز أكسب أنا كمدرب عايز أكسب لكن حضرتك عايز تستمتع بقى روح في حتة تانية هو ده ده فكر المدرب وضروري الإدارات تبقى متفقة مع هذا الفكر والالتزام ده بيؤدي في الآخر للاستمتع خلق بالك يعني بيوصلك للاستمتع في الآخر طبعا المتعة في الأداء لما تشوف أداء جماعي والأداء الجماعي هو اللي بيوصلني الهدف بتاعه هو اللي بيوصلني إن أنا أعمل سكور هو دي هي دي المتعة لما بيؤدي بشكل جيد ومن وان تاتشو وطو تاتشو والباك بوس والحاجات دي أنا باستمتع ده أقصى استمتع وأفضل استمتع إنك تشوف التاكتكس بيتنفذ بشكل جويس وبينتق عنه أهداف فالحاجات التفاصيل الصغيرة كابت سيد ودي نقطة مهمة جدا دي اللي بتهم المدرب غيره غير يعني غير الجمهور الجمهور عايز استمتع الإدارة عايز استمتع لكن أنا ببص على التفاصيل الصغيرة ده في كل المنتخبات الكبيرة والأندية الكبيرة المباراة بتتخذ على أجزاء كابت من حماد يعني فيه أجزاء معينة كده نعم سيناريو في المدرب طبعا يعني إنت ممكن تلاقي فرقة كبيرة جدا سيناريو سيناريو عندها قدراتها وعندها مكاناتها وعندها نجومها اللي عندك بالضبط فأنت بتحاول كفكر مدرب يعني تستدرجها إلى وقت أطول شوي عندك حتة البدنية أعلى عندك مثلا يعني القوة الجزء سيناريو فكر بتاخدها مثلا لقرات سابتة بتشتغل في السرعات بتشتغل في المساحات أنت عامل أشبه بالعملية المتعسرة عندك عارف يقولك عنده عملية متعسرة أو ولادة متعسرة فإزاي تحلها ما بيبقاش الموضوع أنت 11 بيابل 11 وخلاص يعني كلها تجرف أنت بالدورة بتقابل كذا فرقة بتقابلها كل فرقة وليها خطورتها كل فرقة بتشتغل بتاكتك معين بس مش كل ماتش بتغير بقى الطريقة نفسها ولكن الواجبات نفسها بتتغير داخل الملعب حسب الخصم اللي قدامك يعني النادي المصري بيحتمل على الكورات طويلة بمحتاج حد بقى مسك كويس حد عمل عمض كويس بيشغل على الأطراف بشكل جيد لازم مقفل الأطراف الأطراف النهاردة اللي هي سبب الهدف بتاع أحمد شكر الأولاني اللي زي ما قال الكابتن حينمي أنا فجئت لقيت تلاتة رحين على اتنين أيوة طب انتوا طيرين ليه يعني يعني الاتنين طيرين والنص الملعب كان طير معهم صح ففيه صغرات كتيرة موجودة فكل تيموا ليه التاكتج بتاعه طريقه الخطة يعني بعمل خطة مختلفة ضد الزمالك ضد الأهلي مختلفة ضد المصري مختلفة بس بنفس السيستم بتاعي شغل لي لكن الواجبات بتتغير الواجبات نفسها بتتغير اللي هي الخطة نفسها بتتغير ولكن النظام بتاعه موجود يعني النادي الآي المعروف مثلا بيلعب أربعة اثنين ثلاثة واحد فضلات طويلة ولكن كل ماتشو بتختلف واجبات اللعيبة في الملعب واجباتك مع فرقة صغيرة انت بتعمل ضغط مثلا انت حاولت تعمل قدام ودي دجلة الضغط العالي عملته غلط في الأول خسرت كتير وظهرت مسحات عندك فيه أخطاء بتظهر عندك فكل تيموا ليه شكل التاكتج بتاعه أنا بشتغل ازاي يعني النهاردة الاتحاد وقفاته كانت سليمة في وقت كتيره في الناحية الوجومية كانت عجبني جدا لكن الناحية الدفاعية ما كانتش مزموطة في وقت كتيره كانت مسحات بتظهر زي ما ظهرت في الثلاث منشطة اللي فات صحيح لناد الاتحاد طيب أسامة عندي سؤال أخير في المنطقة بتاعت المصر والاتحاد ونطلع فاصل بعدها الأهداف في الثلاث في ثلاث دقايق ودي ما بتحصلش كتير في الكور يعني أحمد شكري في الديئة 66 بيتعادل ناجي جده في الديئة 67 عمر موسى في الديئة 69 يعني ما بتحصلش كتير أثبت دي إيه يعني التفوق أو الدخول مرمج في هدف دخول مرمج هدف الدوري استنادي حل وإحنا في بداية الحلقة قلنا مش هنلاقي التحفظ الدفاعي مع بداية الدور ممكن لقي التحفظ لازم أكبر حمد أقال لسه قدام شوية ممكن بعد الأسبوع العاشر ممكن في الدول التاني فكل فرة دلوقتي المباراة كلها جيب مفتوح كل فرة عايزة تهاجم وكل فرقة عايزة تاخد التالتة بنت أهمها دلوقتي عشان تقدر تجمع الحصيلة عندك اللي تقدر تريحك بعد كده للدور التاني فإحنا الدور الأولين هتلاقي فيها هدف كتير هتلاقي مباراة مفتوح نهاردة بنشوف ودي دجلة وصد الأهلي نا ودي دجلة مش مأمن لا ده بيهاجم النادي الأهلي من بداية الشوط الأولاني وبيضغط من قدامه وبيضيع فرص بنشوف نحرس الحدود وصد الأهلي برضو نفس الكلام بنشوف متروجيت قدام الزمالك بيحرج الزمالك وبيوصل يعني الدور الأولاني سمة الفرق صغيرة أو كبيرة لا الجيم كله مفتوح نقول النقطة دي بس النقطة دي الهداف الكيجة وراء بعض دي أخطر وقت لما بجيب هدف تجيب أو يط أو يط فيه خط لازم اللعيب بقى مركز جدا مركز جابت جدا تفاصيل اللي بنيخلم عنه دي تفاصيل بالزبط الفريق مكانش مركز تعرف من أكتر الحاجات يا كابتن مركز من أكتر الحاجات اللي بتبقى مهمة جدا جدا في اللحظة دي واحد عنده خبرة أو شخصية في الملعب بالزبط لعيب 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 أو اتنين خلي بقى يا سيد كنا نجد من التفاصيل دي كنا نجد من الملعب مرة مباراة في البطولة العربية يا سيد النصر حسين ضيف في الجزائر لازم نكسب المباراة دي وكانت القائمة بتاعة البطولة العربية احنا عدد محدود فاحنا قبل المباراة بيوم واحنا بنعمل اطلاعات في الملعب من الجزئة اللينا بكرا ان شاء الله لو فضلنا متعدلين اخر عشرين ديئة كنت أنا وإحمد بنعمل لعب اتنين مهاجمين قال هب هتطلع عوية الجوم وإحمد السادي لعب اتنين مهاجمين وهزود وهلعب باتنين بس ورا واحد في نص الملعب وهطلع الفرقة كلها فهو بيجاهزك اللي بيحصل لا هيئك لا هيئك نفس السيناريو حصل التاني يوم احمد بنالبس التعور جاله صليبي يومها في اول نص ساعة فجي في اخر عشرين ديئة لقيته احمد وقال الجمعة واحمد السادي بلعب اتنين مهاجمين وقدرنا نجيب جنواتها في الديارة 94 انت اللي جبت الجلدة مديم اللجوانة المؤسرة جدا جدا والتاريخية كمان بالناس بيتبقى من المنطلع فاصل على حيات ده احمد السايد طبعا انا مش مقتنع ان احمد السايد لعب اصحاب بخطر مراب اللعب الهناز السوداني ولا سرد خلي مراب خلي مراب احمد السايد سايع كورا سر بمكانتك كبيرة لا لا ده اكتر واحد اكتر واحد اثبت بجد يعني ان ان انت تكون واقعي جدا 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 في لعبك هتوصل مقتهز مقتهز مستهد المزيكة بسميه ميس 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 اللي هو موقفين معانا احمد السايدة موقف اللولين كل ملعب الهلال السوداني خسرنا هنا واحد سافر في دور اثنين وتلاتين وراح نلعب الهلال هناك في السوداني لازم نكسب ايو اوكي فانا نزيد احمد السايد بقى راس حربة تالت معانا تالت معانا فعسام الحضر هشتكور فليتوا وقف ورا ورا السلطي هو الفروت هو نسي هو المفروض الفروت الموجوب التاني كنا في هولندا يعني مشارك هولندا والألمانيا بتعمل فترة اعداد كده وهو احتياطي ففي لعيب افريكي في الفرقة اللي بلعبها مباراوة داية كده فمحمد شوي تقريبا مش فاكر مين بالزبط راح تطلع معاه كده بتدله كوع دم المراخير ومش طبيعي شوية ومش عارف مين تاني دم المراخير ومش طبيعي فعشو زيت نرفيس جد بص كده بره بمليش غير احمد السايد احمد نبع نزل عمد السايد نزل عمد السايد سنرح نوك شهرين اثنين اما صهرين صهرين نطلع فاصل ومكبيرين معاكم مال عبدالله لكابتن حلم وكابتن حنصد وكابتن اسامة حسني بعض الفاصل هنتكلم في اختيارات المنتخب ومين الفروض المؤهل في الوقت الحالي لاجهيري اللي هو المدير الفني الجديد البرتغالي اللي نادي لمنتخب مصر ان هو يختاره وكمان هنتكلم في حاجات صغارة خاصة بالدوري المصري والاسابيع او الاسبوع تكملة الاسبوع الرابع بكرا ان شاء الله رحمن والثلاثة مباريات اللي هيقوموا بكرا بإذن الله بعد الفاصل اللي جاء موسيقى مهلا بيكم والجزء الأخير من حالة نار من ملعب الأهلي وكتر حلم كتر حمادة كتر أسامة كتر حلم اختارات المنتخب تعرف المنتخب هالجامع يوم 30 وما زال البحث مستمرا على مهاجم يعني من المنتخب الأول الناس انا بقول لك معلومة متأكد منها متأكد منها صباح محسن مع المنتخب كأساسي لكن لما نبص على بقية الفرق ولا حاجة زي ما أشهر أسامة حتى في السياق الكلام في بداية الحلقة كلها أجالة طيب هل صح أنت تختار حد رغم عدم اقتناعك الكامل وتبدأ تشتغل معاه وتجارب الصلوف أغسر في وقت لازم تختار الأنسب مش الأحسن أو أنا أنا أغير استراتيجيات وأغير أسلوب لعبي طبعا طالما أن أنا ما عنديش يبقى أنا ضرورة أغير من طريقة لعبي وألعب بشادوسترايكا طالما أنا ما عنديش حد يقدر يقوم لي بيه توب سترايكا توب سترايكا ده أغير طريقة لعبي سكوبر تجربها شوية ما كانتش مجدية يعني مش عارف يعني بس طيب إيه الحل التاني يعني أنا عايز أعرف الحل التالما أن أنا ما عنديش توب سترايكا اللي أنا أقدر أختاره كمهاجم للمنتخب أبقى أنا على طول طالما ما عنديش العنصر ده أغير من طريقة لعبي على طول طيب بشارك الحوار ده وجلت نظر أه كابتن أسامة كابتن حمادة خلينا نقول برضو بشكل عملي ورقمي يعني مثلا المهاجمين الأجانب اللي موجودين في الدور المصري الأهلي وليد أزارو الزمالك كاسونجو كريستوفر اللي هو الإسماعيلي أمبي نوح وائل ودي ودي محبود ودي مصري محمود ودي بنيهيني ورزاء السيسي شولونجو اللي هو كان موجود في الأسوط أساسا بن جامين اللي هو طلع الجيش لوكاس بسر اللي هو بيراميس بسر السعودية خلاص مصر مقصها جون أنتوي إبراهيم أنا ضايف ودي دجلة والإنتاج الحربي تيدي جيمس تيدي لما تيجي تبص الكلام الواقعي في الوقت وعلى الورق وعلى الملعب والحقيقة وكل حاجة هتلاقي الهدفين بعد الأسبوع الرابع يعني معظمهم مش رصات حربة يعني باستثناء صلاح محصن أحمد علي طاهر محمد طاهر ده يبقى لعب كويس أو 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 بس يحتاج أرس ومحتاج تعليم ومحتاج توجيه الباقي يا نص ملعب يا أجاني ده عادي جدا يعني زي ما قال كابتن حلمي اللي أنا مش أغير سياستي يعني اعتمادي كله منتخب مصر حتى الفضلات السابقة كان عن ناس اللي من تحت اللي من تحت رأس الحربة يعني مستر كوبر كان عنده فلسفة معينة كان بيحب رأس الحربة مش الهداف رأس الحربة المحطة اللي بيشتغل اللي بيطلع عليه بيسند عليه لصلاح لتريزي جي لعبدالله السعيد للناس اللي هي الهدافة اللي بتاع يعني رأس الحربة بتاع المنتخب مصر مش الهداف الهداف محمد صلاح اللي يلعب نص مرعب مهاجب تريزي جي الهداف رمضان عبدالله الناس اللي هي الشغل اللي هي عندي ممكنات عالية فيها يعني المكان ده ده مكان مميز جدا عندنا في منتخب مصر فمش لازم يعني بس كلام الراجل سمحت المدارب هو بيتكلم على اختيارات المنتخب قالك غير اختيارات النادي انا اختار اللعيبة اللي هتنفذ الفكري بتاعي يعني هو محتاج راس حربة راسين حربة هدور عندي كم كبير من اللعيبة لكن في نادي ببقى محصور بلعيبة معينة فالكلام ده يعني مش قوي لكن برضو هتبقى انت هتتكلم على الناس اللي تشغل من تحت ما عندش راس الحربة الصريحة اللي هو القول شادو سترايكر يعني بتلف ممكن زي ما كان بيلعب مستر كوبر بجهاربا مرة بصلاح مرة لو دخل صلاح محصن يبقى راس حربة بس بيلف برضو زي ما شفنا النهاردة كده ليفر بول هو بيلعب مفيش حد من التلاتة بيتمركز في حتة واحدة تغيير طريقة اللعب بدل مستر كوبرو كان بيلعب اربعة اثنين تلاتة واحد ممكن نهاردة اتغير طريقة اللعب اربعة تلاتة تلاتة وبتريح كمان محمد صلاح بدل ما كان بيعمل الوجه بالدفاع وينزل تحتها تمنتواشر وكرمدان صبحة وتريزيجيه انتديتهم حرية هجومية وعندك تلاتة في نص الملح عندك عندك عناصر عناصر يختار طريقة اللعب اشان اه يعني في عناصر تواكب مع عناصر اللي موجودة معك اه عندها الخبرات اللي خدت الخبرات الفترة الفترة دي ده 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 ترمي ده كله تتويدي من جديد انت تخش على ماطش رسمي مش عندكش ماطش ودي عندكش وقت لتتجارب التجارب او الدخول هيجي على فترات اه متبعدة اه الهدف ايبقى يعني تغيير جلد المنتخب مش هيبقى مرة واحدة مش تدار تعمله دلوقتي يعني تدخل عنصر اتنين بالكتير تلاتة لك ما تدارش تغير تيم كامل وانت عندك ناس قصية عندك ماتش رسمي بعد كام يوم اكيد هتحتمد على المجموعة اللي كانت موجودة معجب كده بدليل اختيارات المنتخب اللي هو المحترفين يمكن دخل غزال يمكن هو الجديد بس الجديد قديم يعني الجديد قديم كان في فترة قبل كده مع بردلي تقريبا وعمر طارق اه بالضبط وعمر طارق كان موجود قبل كده بطل اه فهيحتمد برضو عن مجموعة الموجودة وده عمش عيب ده الناس في تجانس في حاجة ده الطبيعي بس لازم يدخل فيها السلية لازم يدخل برضو قوام اساسي قوام اساسي بيبقى موجود يعني وقال لك مش هبص على السن مش هبص على الطول والواحد صغير والواحد طويل هبص على الأداء اللي هيقدي في شكل جيد مش هبص على الأعمار السنية كمان يعني لحد العمر زي ما يقولك مش هلحق لكاس العالم لا ممكن ندخله في مرحلة مرحلة دي مرحلة أنا محتاج مثلا أعد الفترة دي أعد أروح كاس الأمم أعد أروح كاس العالم اللي هينجحني فيها بقى موجود في منطقة مصر ده كلام منطقة ده كلام منطقة يوساما يعني شايف انه هو كلام معقلاني في الوقت الحالي وخصوصا أنه يعني بادئ برضو المرحلة دي يتأكسب اللي أقدر أكسبه وبعد كده أغير زي ما نعايز أكون خط الصقة يعني ما هو أكيد مش هبص لسنتين ثلاثة أو ده هو بيبص للمرحلة أو المباراة بتاعة النيجر اللي جاية دي ما هو مطالب فيها بالفوز يعني ما احترام النيجر فرق برضو بالنسبة للترتيب في الكرة فرق وليلا المباراة عندنا في مصر مطالب بها بالفوز البداية لازم تبقى قوية فأكيد مش هيغير شكل التيم تمام لازم برضو يستعين بالعناصر اللي كانت موجودة في كاس العالم بس في عناصر جديدة ظهرت تستحق إنها تبقى موجودة في متخب مصر زي صلاح مرسل زي ما قلنا هو هيخده هيخده قلنا السولية برضو ماشي بدور كويس وعمل دور هايل جدا مع الناد الأهلي سواء لما كان بيبدأ أو بينزل بباليه دور مؤسر طهر محمد طهر من العناصر الشابة الوعدة في الفورة المصرية فلازم يخلق برضو الفرص للعيبة بتاع الدورة الممتاز وبرضو عشان ما يقولش إن في ناس حاجزة أماكنها لا الباب المنتخب مفتوح للجميع حيث طريقة اللعب النهاردة يعني يورجن كلوب في ليفربول مغير طريقة اللعب عشان يوصل أو يقرب محمد صلاح للجول أكتر وشوفنا المسلم اللي فات والنهاردة محمد صراح ماشاء الله بيحرز هدف إنه قرب بدل ما أخد مجود محمد صلاح في الناحية الدفعية زي ما كان كوبر كان بيعمل برضو وشوفناها خاصة في كاس الأمم الأفريقية كان محمد صلاح بيرجع عال 18 بيعمل واجب دفاع ولو ما رجعش بيحصل خلل عندنا في المنطقة لما يبدأ يأخذ الخطوة القدام كنت تستنفذ مجهود البدن بيطرف فرمينه عشان ينزل يساعده محمد صلاح بقربه كابتا حلمي سؤال مباشر غير إنه تتغير طريقة اللعب مين العناصر اللي ممكن تبقى بديلة في الحتة دي في الدور المصري انا لعبنا أربع أسابيع دلوقتي وقابلها كمان سنة الفت كواحد مسؤول كابتا حلمي طولاني كابتا حلمي طولاني لو هو القيادة الفنية عنده والقرار قرار مين العنصر اللي يبقى موجود في الوقت الحالي لا أنا أنا حتكلم تبقى لرؤية الراجل وبقولك إن أنا ما عنديش حتة السن دي مش مش هبصلها يعني أنا عايز أخذ رأي يا حضرتك لا أنا رأي أنا رأي لو كده حلعب زي ما أنا بقول لحضرتك حلعب بشادو سترايكر مش حلعب برأس حرب أساسي حلعب بشادو سترايكر واعتمد على المطلقات من الخلف بشكل كويس لحد ما يظهر لحد لغاية ما يشوف حد لعندك صلاح محسن ممكن تشتغل معه صلاح محسن برضو من تحت لا ورأس حرب يعني أنا شايف الناد لالي بلعبه عشان وليد أظهره عشان وليد أظهره بالحجم اللي انتو بتكلموا عليه ده ويبقى أساسي في منتخب مصر مثلا طب ما يلعب في الناد لالي أساسي في المكان ده والأساسي في المنتخب اللي أمي كان فيه ناصر منسي في الماكة هو مرحب مرحب الأهل بيلعب أربعة أربعة اثنين كايت محمد يوسيك أهل أربعة اثنين بس كان وليد أظهره صلاح محسن مش على الخط واحد يعني فيه واحد قدام واحد وبغياره بالتبادل بينهم من بعض لكن أنا يعني طب لو أنت تبقى لرؤية الراجل تبقى لرؤية الراجل لو أنت والله يبقى عند جمعة أحمد جمعة في المصري عند أحمد علي في المقهولين يعني دول من الناس برضو الخبرات اللي ممكن أستعين بيهم في المرحلة دي بشكل كله لو أنا بقى حلعب لكن لو أنا حلعب بقى بالشادو سترايكر عند صلاح محسن عند طاهر عند أوباما عند الولاد دول ممكن يوموا بالدور ده شباب عندهم أنصر سرعة كويس عندهم طموح كويس فأنا ممكن أستفيد بيهم يعني طيب معي على التلفون كابتن هاين رمز المدرب العام للمنتخب الأول في مصري كابتن هاين دي مساء الفل مساء الخير يا كابتن سيد تحياتي للكابتن حلم طلال من موجود معك كابتن حمادة صادق كابتن أسام حسن كابتن حمادة وآهل بيكو كله أنا مبروك أنا بالتوفيق إن شاء الله مبروك يا كابتن وعلى فكرة أنا مرشحك من الأول أنا عارف الله أنا خيرك كابتن عارف الله يا ربن الله يخليك الله يخليك إن شاء الله إن شاء الله إحنا عادين في التكييف وبنشرب النسك في بتاعنا وتمام التمام ويعني محترين طب وإنتوا كمان محترين زينا ولا لأ في الاختيار والقايمة كابتن هاين يعني أو القايمة ما يخيش إحنا عارفين مشاكل طبعا كلنا عارفين مشاكل البوزيشن اللي كان ناقش في منتقى المؤخلة لفاتد كان عندنا بعض الفصور شوية في الباك الشمال عندنا في الفصور شوية رقم عشرة وراس الحربة طبعا واحنا من خلال رؤيتنا واحنا بصراحة يعني اتفردنا على متشاط كتير ولسه لغاية دلوقتي متابعة من متشاط الدوري لا احنا عندنا طبعا مشكلة في راس الحربة وللأسف معظم الفرق بتلعب بالعنصر الأجنبي أو في الخط الأمامي بالأباكياني بكتير فدي عاملة شوية مشاكل للراجل لكن ان شاء الله عليها يحلول مناسبة بإذن الله كنت سمع الكابتن حلمي بيتكلم على بعض العناصر نحن فعلا عينينا على ناشة عايزين ندم جديد في المنتخب يعني هذا اللي أولا قاعدة الاختيارات لازم توسع شوية كابتن يعني والعيبة اللي بتلعب في الزوري يمكن أن أنا شرحت كل السلبيات والإجابيات بالفترة بالفترة بالراجل كان فيه إجابيات كتير طبعا وصلنا لنهاية أمريكية وصلنا لكاس العالم دي طبعا حاجات ما نقدرش نغفل لكن دائرة الاختيارات كانت زيئة شوية وكانت مختصرة على لعبة المحترفين والأهل وزمالك طبعا محترمنا لكل اللعيبة لكن كان فيه لعيبة ظهرة بمستوى جيد جدا في بعض الأندية في السبيل المثال كان فيه لعبة كويسة أوس مدل مصري كان محمد حمزي المدل مصري أحمد جمع كان ظهرت مستوى كويس عمري مرعي في وقت ملوقات كان لازم يكون موجود مش عايزة أقول أسماء بعينها لكن كانت الدائرة مقلقة شوية إحنا بإذن الله بنحاول طبعا نوسع الدائرة دي في شكل كبير لكن كمان عندنا عنصر الوقت دايق شوية بالنسبة المعسكر اللي جايين إحنا طبعا مش هنقدر نضم كل العناصر جديدة لا إحنا أعتمد في شكله باقر على الهيكل الأساسي لكن أكيد هيكون على الأقل خمس ستة عناصر جديدة بإذن الله طيب أبرز الأسماء المرشحة كابتن هاني يعني فيه أسماء أنت قلت أن إحنا هنبدأ نوسع القاعدة شوية مش هنعتمد بس على التشكيل أو الأسماء اللي كانت موجودة أيام كبر هنوسع الدائرة شوية أبرز الأسماء يعني كل اللي اختارها بالجاهة عارفينه لكن أبرز الأسماء اللي انتوا يعني شايفين أنها عنصر جديد في الفرق طبعا يعني ما أقدرش طبعا أقول أسماء بعينها تلوقتي لكن يعني كلنا متابعين من المميز الدوري المصري من المميز على المصطوى الثلاث أصابيع اللي فات وحتى في بعض اللعيبة منها المسم اللي فات بشكل كويس يعني أنا وصلت الصورة والراجل كمان بيحب يشوف بعين ونتعرف اللجانب الثمان ويحب يشوف اللعيب صحيح طبعا طبعا المعظم التوريات وإن شاء الله إحنا يعني هنتفرق بكرة على الثلاث مرشوات نهرق الله يوم الثلاثين في ماتش الزمالك أو اتفرقنا أن نهارض على حسين الشحات حسين الشحات من العناصر اللي تم اختيارها ضمن المحترفين محترفين خلاصوا طبعا من ضمن المحترفين فهو عنصر جيد جدا وبيلعب في كذا بوزيشن واللعيبة المميزة جدا جدا وارد تغيير طريقة اللعبة كان كابت الحمي بيقترح أن ممكن بفكر وارد اه وارد اعتقد أنه ممكن سنجد تغيير في طريقة اللعبة شوية ممكن لا نعتمد على النمر 10 اللي هو تحت رأس الحربة ممكن يبقى طريقة اللعبة نبدأ ب4-3-3 بتدي شوية بتدي شوية شكل هجومي أكثر مع الاحتفاظ طبعا بالعنصر طبعا بالصلابة دفعية لا فيه شكل لكن بتدي عنصر هجومي شوية بنشتغل في لعبة ممكن تشتغل بوكس تو بوكس وممكن يكون فيه دفندر واحد بس في الحالة الدفاعية يكون في دفندر واحد واللعبة اللي جنب هو يبقى بوكس توكس يبقى موجودين في الحالة الهجومية والدفاعية وعندنا العناصر التي تستطيع تعمل كده والاعتماد كمان على الجناب يعني طريقة 4-3-3 تعتمد كمان على جنب الباك المين والباك الشمال بيزيدوا بشكل مميز عساس احنا للأسف برضو عايزين نكسف القدرات العرضية شوية يعني حتى قلت بنكلم على روس الحربة في بعض يعني مروان محسن يمت ما ظهرش بشكل كويس عشان كان كل شغله برا البوكس وممكن حتى كوكا ما كانش ظهر بشكل كويس يعني هو يعني عايزين نستفيد من قدرات اللعيبة وتشتغل على طريقة لابة تناسب إمكانيات الولادة الموجودة عندنا عندنا عناصر كويسة جدا وارد جدا وارد ان احنا ممكن نغير طريقة لابة ما يناسب العناصر للموجودة طيب عندي معلومة شبه مؤكدة صلاح محسن ونصر ماهر موجودين مع المنتخب يعني طبعا حدك مش هتعلن الأسماء في الوقت الحال لكن من ضمن الاختيارات المطروحة والأسماء المطروحة من الأسماء المطروحة طبعا ومن الأسماء المطروحة زي ما كابتن حد نقال أوبانا مثلا كنا مرشحين مثلا من أحمد جمعة لكن للأسف راري ما شابهوز تقال لفترة ما تشاركش مع يعني كابتن حسام بيعتمد على دلوقتي راس حرب اجنابي فلسطيني فأحمد جمعة ما خادش اوه ما خادش مرس لكن عنصر انا متابع من سنة الفاتحة عنصر كويس عندنا زي ما كابتن برضو حد نتقول أحمد علي في المقاولين من الناس اللي كانت موجودة السنة الفات بشكل كويس ومشغلت بشكل كويس بص احنا حطين لسه تقريبا يعني تقريبا معلش هقطعك في الجزية ديت هل تفكيرك يا كابتن هاني يعني مرحلي ببص المرحلة ديت ولا ممكن اقول لا انا اعتمد على صغيرين السن اللي حتة حتة السن هتفرق معايا يعني انت بتفكر مرحلة في الوقت الحالي ولا كمان احنا بنفكر يعني احنا واخدين تقريبا جزدين المرحلة الاولى اللي هي الشورت ترم اللي احنا شغالين قريبين فيها تصويت افريقيا عندنا ستمبر و اكتوبر و نوبمبر تقريبا كل تي ماتش في ستمبر و ماتشين في اكتوبر و تي ماتش في نوبمبر المرحلة وخاصة ماتش نايجر اعتقد هتبقى تقول عناصر صغيرة في السن هتبقى قليل شوية لكن ده البلان بي يعني البلان اللي بعد كده بعد تصويت افريقيا لا طبعا لازم معدى الاعمال لازم ينتج بشكل كبير جدا كلام جميل ومش معنى كده ان احنا مش هناخدهم غير فقتها لكن ممكن جدا انت لاقي عنصر من دلوقتي من دلوقتي ياخد الخبرة ويعرف طريق كلام وده مهم جدا طيب طيب يعني من بديل محمد صلاح محمد صلاح طبعا يعني واحد من العناصر الاساسية والرئيسية والمميزة واللي موصلنا للاسباب الكبيرة لو صرتنا كاس العالم والعنصر الموجود فعال في ليفربول مش في منتخب مصر كمان بس لكن وارد جدا تصادب بظروف زي اللي حصلت مثلا قبل كاس العالم من اللي بتحضروا من اللي بيحضروا جازي الفني المدر اقول لك يا كابتن احنا في كل بوزيشن منتخب مصر على الال لازم يكون عنصر طلعت عناصر في كل بوزيشن يعني لو بتتكلم على تلاتة وثلاثين لعيب وعندك ثلاث تجوان او اربعة تجوان يعني الزايرة بتتكلم في اربعين لعيب لكن في المعسكرات بوزيشن محمد صلاح يا كابتن بوزيشن محمد صلاح لو انت كل بوزيشن فيه عنصر اولا اتنين ولا تلتة بوزيشن محمد صلاح فيه وليد سليمان ضمن الاختارات ولا فيه برضو بصين عليه وليد سليمان برضو من الناس برشاح هتكون موجودة لان اللعيب مميز عنده خبرات كل كل الاسماء اللي قلتها كلها مطروحة وفي الاخر ان شاء الله او ايام الثلاثة هنقعد ونحط الان شاء الله عندي معلومة اه او لا من غير اسماء فيه وفيه اللاعب كان مهم جدا جدا وشارف في كاس العالم لكن الراجل مش مبسوط منه خالص ومستغرب انه كان موجود مع مع الفرقة في كاس العالم مميز جدا بلاعب في نادي شهير لكن مش هيبهن ضمن الاختيارات وارد ولا لا هي معلومة عندي هل تريد ان تجاوب عليها جاوب ايام رحب ايام رحب لا يعني ما مش حادر اقولك اول لا لا لقيتنا انا ما معرفش المعلومة وما معرفش التكلم على مين سيد بول فوزير يا كابتن هاني اه ما انا عارف او ايضا اعرف ليه دي الدنيا منورة ايه دي الدنيا منورة باش اعرف بص عايز اقولك حاجة اقولك صد كل عمانة في كل عمانة الفترة اللي جاية ان شاء الله هيكون بصاب حدد ده مع الناس كنت احنا وراك يا كابتن هاني بس احنا دورنا هنعمله دورنا هنعمله دورنا هنعمله بس سك تماما ان بعد ما يجي المواتشات هتلاقي كل الاعلام ده حاجة تانية خالص قلبي عندك قلبي عندك طبعا ربنا وفاكوا بإذن الله ده وضع طبيعي وضع طبيعي بالتوفيق لا معاك طبعا وان شاء الله رحمن بإذن الله تحققوا كل حلم المصريين سواء كان في الوصول لكاس الأمم الأفريقية والحصول عليها بإذن الله وكما كاس عالم ومضوط طيب يبقى في كاس عالم بإذن الله شكرا كابتن هاني رمز كابتن أضافة سريعة في الموضوع ده لأنه خلاص وقتين أجري مع حضراتكم أقول المشوار صعب جدا منتخب مصر صعب جدا في ظل المنافسين ببتوعك اللي انت بصص لكاس الأمم مش توصل بص بص انت تاخد كاس الأمم بصص توصل لكاس العالم وتأدي أداء أحسن من قبل كده فالموضوع تأصعب جدا يعني عايز شغل كتير جدا من الجهاز الفني عايز شغل كتير جدا من اللاعبين كعقلية كشغل فمجبوط كبير جدا على الجهاز الفني كنت سمت طلعت الألماني فرق معك جدا 4-3-3 لا هي نفس طريقة اللاعب انت كمدرب لو انت عارف الامكانات اللي عندك تقدر توظف اللاعب كويس وتاخد أفضل حاجة منه زيدان كريستيانو كان بيلعب عطار بدأ يوظفه يقربه من منطقة التهديف بقى هدف الدوري الأسباني وبقى يجيبه طولات لريال مدريد نفس الكلام يرجل كلوب مع محمد صلح وظف توزير صح خد منه أفضل حاجة فهو من ضمن الكلام الكابتن هاني تغيير طريقة اللاعب 4-3-3 ومن ضمن الحاجات اللي قالها قالك هنبدأ نطور الناحية الهجومية دي كانت العقبة عند كوبر وكان الحاجز النفس بينه بالمصرين هي تطور حتة الهجومية كان دايما كوبر بركز على حتة الدفاعية وكانت بزيادة شوي كانت تنوحي الهجومية وليلة شوي فده كان اللي بيعيب كوبر وهو عايز طبع نفس فكرة وفي حاجة برضه أي مهاجم كان يلعب كان في الفترة دي أي مهاجم مهما كان اسمه كان هيتظلم في الفترة دي ما فيه شك توقيت في منطقة الخطورة توقيت في غير صالح الجهاز الفني لأنه جاي ما عندوش فترات طويلة جاي محتاج أنه هو يبص على كل عناصر ما عندوش الوقت ده فترة أسارة جدا لمباراة قريبة في شهر 9 أتمنى أنه طبعا أنا فهمت من كلام الكابتن هاني أن العناصر الأديمة برضو حيحافظوا عليها وحيبقوا غالبية المنتخب من العناصر الأديمة وده مرحليا شيء جيد جدا بس أنا أقول لك على معلومة فعلا فيه يعني فيه واحد في المنتخب لعب معهم كاسعالم هو مش لعب لعب كاسعالم لعب كاسعالم هو مش مقتنع مستغرب كمان أنه كان معهم في كاسعاب خلي بالك فيه فترات انطباع أولين أقول لنا عليك أقول لك أنا أتمنى طبعا هو موقف صعب أتمنى أنهم يعدوا المرحلة دي وزي ما كابتن هاني قال ده كلام محترم جدا أنه بياخدوها مراحل مراحل كلام منطقي قصيرة وبعيدة فطبعا ده مهم جدا وكلام منطقي أتمنى ربنا يوفاهم بإذن الله في المباراة الأولى عشان تبقى بداية جيدة وبداية بالنسبة ليهم عند الجمهور تبقى شيء مرضي ويبقى ليهم دافع معنوية كبيرة أنهم يحققوا الدم بإذن الله اللي احنا عايزينه بإذن الله شارع رحمة سبعة أهلوية في قيمة المنتخب سبعة أهلوية في قيمة المنتخب هو ده اللي يهمك وده اللي يهمك وليد سليمان إن شاء الله بس قبل مورات كامبالة محدش بس يتصاب لحاجة ويخرجوا سلام ويفوز إن شاء الله وليد سليمان صلاح محسن ناصر ماهر محمد الشناوي أحمد فتحي أيمن أشرف وسعد سمير سبعة أهلوية موجودين في قيمة المنتخب اللي يتم اختارها كم من الزمالك كم من الزمالك مساء الفل ماشي عبيب يا مره مجول أرقام ماشي كم من الزمالك كم من الزمالك كانت حلمي بكرة ثلاث لقاءات سريعاً بأس يعني أخذ رأيي توقعاتك حضرات كل واحد متش كده سموحه وطلع الجيش نتوقع طلع الجيش طلع الجيش هو قال لي بره كده وأنا قلت لكابت حماده جدا في انتفاضة ثلاثة من الزمالك الاختبارات ثلاثة من الزمالك بس؟ ثلاثة من الزمالك أما طبعا شأن الجهاز كله آلي عادي يعني كابتن حماده بيرامتس والدخلية ودخلية متعلي بيرامتس أعراب دي كابتن لسامة لإنتاج الحربي والجوني هتبقى مباراة تعادل تعادل انت رأيي تعادل تعادل أوكي كابتن حلمي نورتني شكرا كابتن لسامة لنورتني كابتن سالحبي ربنا خليك حبيب كابتن لسامة نورتني بانك الشب بانك الشب كلمة بالألمانية يعني انت لازم تقول كل معربي كلمة المانية المانية شبورت فراي قال لك قال لك يعني أميز حاجة في ألمانيا إنهم كنون بيتكلموا ألمانية حتى العمسوا نشاهدكم على خيض بكرا انشاء رحماني الساعة 11 حلقة في منتهى الأهمية بكرا بنلعب الأهل بإذن أتسبوع لخير موسيقى 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 موسيقى